اليوم ساعات زاكي الجديدة في متناولكم خمسة عشرة خمسة عشر أو خمسة وعشرين ساعة ولديكم الخير باقة خمس ساعات تمنحكم ثلاث ساعات نحو شينغيتين ساعتين نحو جميع الشبكات الوطنية وخمسين رسالة اسم اس بخمسة آلاف مئة يوغية فقط لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة خمسة تسعة سفر نجمة اتنان سفر سفر خمسة مربع باقة عشر ساعات تمنحكم سبع ساعات نحو شينغيتين ثلاث ساعات نحو جميع الشبكات الوطنية ومئة رسالة اسم اس بتسعة آلاف مئة يوغية فقط لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة خمسة تسعة سفر نجمة اتنان سفر واحد سفر مربع وإذا أردتم المزيد لديكم أيضا باقة من خمسة عشر ساعة عشر ساعات نحو شينغيتين خمس ساعات نحو جميع الشبكات الوطنية ومئة وخمسين رسالة اسم اس باثنة عشر ألف ومئة يوغية فقط لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة خمسة تسعة سفر نجمة اتنان سفر واحد خمسة مربع ولمن يريدون التواصل أكثر زاكي يوفير لكم باقة من خمسة عشرين ساعة سبعة عشر نحو شينغيتين ثماني ساعات نحو جميع الشبكات الوطنية ومئة رسالة اسم اس باثنين ألف ومئة يوغية فقط لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة خمسة تسعة سفر نجمة اتنان سفر اتنان خمسة مربع مع ساعة زاكي التواصل أصبح أسهل مما تتخيل سهراتك سلام من الرحمن موصول بالرحمة إلى من يهمه الأمر على المحبة والسلام نلتقي يا عزائي المستمعين في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم صحراتك عاقبني ليتين من الاستراحة منعني لدي عنكم ليتين طبعا توحشت من كثيرا لعاتلية عودة مكسومة تأخرنا شوي مدة دقيقة والله انتين نتيجة بعض الترتيبات وحلقتنا الليلة حلقة مختلفة عن الحلقات البيتة نستضيف فيها الأستاذ اسماء واسماء كانت من بين الموريتانيين الموجودين في وسط أفريقيا اللي كانوا في ماتياه يعيشوا مأساة حقيقية نتيجة التصفية اللي عانوا منه المسلمين بصفة عامة في وسط أفريقيا وخصوصا الموريتانيين وجاءوا دركة رعين موجودين مخيمة في عرفات اسماء انتم جابتكم السلطات الموريتانية جابتكم ها جابنا من وسط أفريقيا جاي من وسط أفريقيا عن طريق السلطات الموريتانية جابتكم والله جابنا القنصر والله إذن الدولة الموريتانية هي اللي جابتم هنا تياها واشرفت على جابهم مشكورة ويعيشوا معاناتهم طبعا معهم للوقت صفاء صفاء بالله الصفاء هي اللي تحملت عنامز قضية اسماء وهي اللي عن طريق الانترنت وعن طريق الوسائط كاملة حاول توصل صرخة الأستاذ إسماء للعالم كامل وهي اللي من خلالها عدتوا تتذكروا في حلقة من الحلقات هون قطعتنا اتصال مباشر مع إسماء فوسط أفريقيا هي اللي أعطعتنا الرقم وهي اللي كانت الاتصال بها مباشرة وقامت بجهود كثير شكرا للمستاذ صغير وهذا الشيء جميل جدا يشكر عن دعود مثلا فماتي يا حديد حمال مسؤولي فمملي الأخوة اللي التعصروا بي شباب رغاثة قالوا عنهم اللي ما هو أنت وحدك عنهم والأخوة اللي كانوا بوسط أفريقيا كاملين كانوا على اتصال بهم والله العموية وعنهم حاولوا عنه وصلوا هو اللي قال يوصلوا مأساتهم جهدوا حتى في نقيق انقال الجالية وكان عندوا اتصال مع وزارة الخارجية والعالية ذيك منت كانوا هون عند الاتصالات بكم مهناتيا واتصالات بالجالية بوسط أفريقيا لين وصلتوا السلمين الحمد لله رب العالمين إذن بكر صديق زمين في صحراميديا عد تقرير بالمناسبة من مخيمكم فعرفات له نسمع عركات التقرير نسمع المعاناة التي تعانوا منها السابق للحلقة على متن الموريتانية للطيران عاد الموريتانيون الهاربون من أتون استراعات السياسية الطائفية في إفريقيا الوسطى عودة ذاق قبلها السبعين يسيد محمد للطالب شتى أنواع الإهانات من قبل ميليشيات أنتات بلاك المسيحية رغم احتمائه بإحدى كنائس مدينة كارنو بابرتي داحتها في بلادين قالها كارنو ثم بعد ذلك الحقنية معدالة عملية معي جميع أخواني تجاء وهربوا عني ومشاو عني خالدها بالسليشي ثم هربوا عني بعد السحب ارتكى من ضرب عني جات أنت بركة نهب الجميع عندي وجيت الكنيسة دخلوا لي في الكنيسة الثانية وبطن ثم بعد ذلك أعطينا ملعاني فراج من القوات الجاتمة مضينا عشرين يوم في الكنيسة أنا معي أصفين من موريتان وما سيد محمد إلا كمثل إسحاق الآبي ومئات الموريتانيين الذين قلف بهم ترد الأفضاع المعيشية في وطنهم الأم إلى عبور دول القارة السمراء واحدة واحدة بحثا عن ما يعيلون به أسرهم إلى مركز بودا غير البعيد من العاصمة باندي توجه إسحاق إلى يحدى كنائس بودا بحثا عن الأمن والسلام بعد أن أصبح المسلمون ومساجدهم مستهدفين من طرف الميليشيات المسيحية فأمضى ثلاثة أشهر قل ما يأكل فيها وإن أكل لا ينام وإن نام لا يدري هل يصبح حيا نحن كنا في منطقة إن قبل هبودا وفيها تقريباً 6,000 مسلم تجارها كاملة لا مسلمين وتوفوا نحن منطلينا المنطقة اللي نحن فيها أهل قرروا أنهم يتموا قاعدين في بيوتهم يقاتلوا عن المنطقة هذه وأنهم يدافوا بعض عن روسهم وأنهم يدافوا عن روسهم وأنهم مهم قايسين كنيسة والله شيء وعادوا على كده حلا يدافوا عن روسهم وتوقوا قاعدين في المنطقة ومشكلتهم قاعد أنهم ماتلوا عندهم شي من التمويل وإن نجات الحرب مآخر قاعدوا معاناة معاينيناها واحدة رقاعد مهبات ماتلوا خالي والعمل ماتلوا خالي وشوفوا شي من المشاهد للحق تخلي قاعد رقاش مثلا يقنط قاعد منه وقاعدها عقبدة قد يعيش والله قد إيش برضا الله الناس تقعدوا مزال قاعد بالله على ضرط قدام رقاش كامل موتة كاملة وديمن هنوان بهنما ما هو ميته لكن ورغم استقبالهم من قبل وزير العدل الموريتاني في مطار واكشط الدولي واقتيادهم إلى مكاتب الإحصاء أولا والمخيم المخصص لهم ثانيا لم يخفي إسحاق ونحن نحدثه امتعاضه من بعض الإجراءات المتخلة في حقهم بعد العودة أنا أحصيت يا قيل قالوا إنهم ما يحصوا لهم حد جاية معي والدة هما رعي هون مشيث هي الشاشرة يقال ما سجلوا لها كثان ما هي ميتانية هي من ساون ترافيك وما أحصوا ليكسر عملي مشيثهم هنا وما جاي تطرقهم يقال إنهم يحصوا لهم حد جاية معي أحصوا نيانب والشاشرة هنها تحصوا يهمني ما أحصوا قالوا لي إن يكانت متافق معي أن يحصوها لأن حصوا أسر قائين تبلد إن عتمي متافق معي إن هما ألا بعدين في انتظار ان يغضو حلمهم حقيقة يعيش هؤلاء على امل الفوزي بمطالب شردت وعضهم عشرات السنين خارج الوطن اختروا لنا نأسوا حياته هوناتية اختروا لنا نأسوا حياته هوناتية ونقعدوا لا تتكرر هذه المرة تخلينا مثلا نمشق عشر دول في حالتها نعود ونشوف ذا النوع من المرة اذا هذا عن مأسااتهم فاتوا جاهون مع تقرير البكرين الصديق عادة نبدو ببيات جالية غالله نعخرهم الى نهاية الحلقة شاء الله وبخبار الحريوذة قيام ولود عدد اللي دورتهم ما عدت عندك شلية تعدي اسمه مرحبب بك وسهل لا ينبدو معاك شاء الله تعالى لقانا هين انتيا قوليلي انتيا انتا جيت الوسط افراقيا انا وسط افراقيا مجيه للوري برو من الكرافون هين جيتو من اول مجيه للفين واحد الفين واحد كنت ساكنة فيه فم معه راجل لا اتي حتى نخلاقة في موريتانو راببية انا ماانيا اخلاقة الموريتاني. انا اخلاقة الموينجر وهين راببالبية عندي توقف الموريتان tro everything فعلا كانو عندي توقف موريتان توقف me جاروقنا عندي اي تاقبة ا missing want I didn't get it يا الله تيا واردي راجلني الموريتانى وقاس النيجر وتاجر كان في النيجر هذا وخدقتانا بالنيجر رماتي وخوتي وأماتي هون وأمامي موريتاني وجير موريتاني وقالت تمالي كنت ساكنة هون معي زوجي شاشرتي هون يقير بالل مني نخلاقه أنا نخلاقه في النيجر مزي الحد؟ هذي هي الحقيقة يقير أنا نصونا يتقل موريتاني موريتاني أخلاقه في النيجر وتمشي بين هون ونيجر هيا دمشي بوين هون النجر مزين راية احد والدتي سالمة مشي مشي له في النجر ووضرك رحمه ماتات سالمة ويتوه انا ساكنة في وسط افريقيا وسط افريقيا كم لك فيه وسط افريقيا انا عارف وضرك الليل وتقريبا 13 سنة 13 سنة كنتي متهنية فيه فمو التاجر فيه ما كنتي التاجر فيه كنت معايا راجل مزوج بجي ساكنة في المتي وفم فصلت معاه وعتنعرف وسط افريقيا والتاجر المركز اللي في سانترافريق وموريتاني في سانترافريقيا ياسرين ولا قريبين تقريبا جاليد سانترافريق تتقريبا من 400 ترقاش 400 ما شاء الله يا جاري كبير وين تبدأت المأساة هاي الوادي اللي خرقتكم وين تبدأت هي حق عن استهداف المسلمين كاملين ما هو الموريتاني وحدد جميع المسلمين هي فعلا هي كانت دولة أصرا في دولة أهلة مسيح باق أهلة وقفة أصرا مسيحيين وكانت أصرا فيها المسلمين والتجارة فيها الأموال هي للمسلمين التجارة مسلمية للمسلمين الماشية فيها للمسلمين وكل شيء وفيها وفيها ميكروت قريبا منو قريبا منو لا تسمعو كي مولود أهلة فقدر واسد أنا لغم زيتط بالمولود لا ورطاك شين هي تقوله اللي أقول ميكروت قريبا للمسلمين ميكروت قريبا للمسلمين فاقد وعيشين بأمام ما عندكم مشكلة ما عند المشكلة ما عندك مشكلة إنت بدت المساعد إنت بدت المساعد تاخد شكل فعد الله في مارس يوم 23 مارس حكم المسلمين الحكم المسلم يكنوا حكم الرئاسة رئيس يا ع حكم الرئاسة وعد الرئيس مسلم وجاءوا ياسر المولين المسلمين الأخرين وعدوا معهم وعدوا ياس are's boughtish يوم المسلمين عادوا يبطشوا في المسلمين و في الكفار كفاهم و يمشوا يمشوا إنهم لا يعدلوا دوريات و يمشوا عندهم هذا النرقب عدوا يجبرو مسلم عندي الفضل و يقلقوا لذلك يجبرو كفر مولي عدلو هالف هاذا الحقيقة المسلمين هم البدئوا كاملة من من قبلوهم اللي ما اقبله بالعدل وفعلا هذي قدي فوت الرئيس لانه من رأسه فوتهم ياسر غير احنا مباشرين الوضع احنا هرغون المسلمين هم اللي بدو البطش بدو البطش حتى وتو من فم الصار جاوا نصارا نصارا جاوا نصارا تقوله تير فرنسيا وامريك الفرنسي يوم جيهم جاوا يوم الاربعة الظهر اللي لجاوا يوم الاربعة الليلة الخميس الساعة الثمتين خليد القلاب الى المسلمين داخلوا الرئاسة قاع المسيح داخلوا الرئاسة بدأ الخبيط وماتوا خمس جنارا من المسلمين وتعبوا في الاخير نجحوا المسلمين نجحوا المسلمين نجحوا المسلمين على الكفار بدأ الحرب من ذيك الليل يبدأ الحرب عاد الله القتال بين المسلمين و الكفار هاي غزو كتير عاد الله القتال الليل ينتج بر مسلم انته كتلوا منه تجبر كافرته يكتلها القتال بدأ واصل اي توصلكم انتو ماذا انا ساكنة بداش رعين قالها كرنو يقير الحقني الحال فبنجي العاصمة بدأ لي الحرب انا فبنجي العاصمة مولد اشي قلنا ذي الوايدي ما عرف تشغل هكذا ما عرف تشغل هكذا الحمانتي داع ليه في العاصمة القتال ايو اي عاصمة تم اسمها؟ بنجي العاصمة كنت تشغل شمال تجارة فيها ولا كنت تساكنة لا لا انا ساكنة في كرنو تجيني تجارة من هون وتجيني مشور دبي ونقيس الكامرون نجيبها وكل شين بيهم زي ماشي حالي في العاصمة بنجي وفي الولايات الأخرى ماشي اللي نبدأ لينا الحرب هماتية ماشي قايتنا وخضبانجي وصولنا وقال لي رات ما في الشي مشي قد قلتنا نخرج شهر لكم وعلي جهت لكم وقالوا نور كاتية اجاصة اجاصة قالوا ما عندهم شي ما عندهم شي للمشي طيارات قاع ما يجو وفي راحات داخليات يمشوا الولايات اللي فيهم الحجر ماشي وطلب اللي تصول فيه ماتي من الأقلال من الأحمد اللي يسود بالعصة جبر لي بالعصة ان الله ينوخ على الولايه في حدود السودان زي وشوفوا بعيد فيها اللي المسلمين ولا اللي غرق ماها تندخلت اللي مهم خايفين لان حاكمين المسلمين من أكبر ولايات المسلمين ما يمدوك الكاردين وكفاء لا 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 ومتوليهم للسودان اجبرت بالعصة في الطاهرة وقالوا للساعة الهداش بسي المبار وتقريبا الحرب اللي هو سبعة أيام وماصر ويوم ديس كأنه هذا الباس بس الناس عاد تخرج عاد تخرج حركة سكسيات ولا كانت تخرج يعاد لي أنز ونهار اللي هنا مشانا أنز ديسامبر وخضنا قدام الوتيلة ووقفنا احنا اللي هم ساعد بدل المشاكل اندخل الكاردين تقصنا الوتيل ان الوتيل قريب منها قريب مكتب الأمم المتحدة لاصق فيها وفيهم اللي دوريات وخضوا من قدامها اجي مكتوب ومنين اخرجنا ووقفنا وقفنا تاكسينا وعدين المطار تاكسي لولا قابموا لها قالوا انه ما وقس المطار عنهم أنت بالاكة عند المطار يقير هذا المكتوب هذا قاعد كافي يوحي على المطار ما يقد نقاس منين قالوا لنا تاكسيات ومسيحيين قالوا انه ما نقد نقس المطار خايف زي وتمينا الله وقف على قدرون جاءتنا التاكسي خلو وقفناها قلنا للمطار قالت لا زي لا مو لا تاكسي الثالثة وقفناه قلنا للمطار قالوا الله يفضل وفضل حتى قال بصر لاذا العادي مو اللي يرفضوه معه قال نرفتكم قدروا لا لا احنا يرفضنا اللابداك اللي ينقسوا به المطار قال يو وقف وقف ونين قيبنا معاه هو اللي يماشي بالشور والناس تعارب خايفة وبيل الحرب قلت له قلت له ابن هدم نكرت وخلاقي نكرت وخلاقي قال لي لا 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 تدري اشي في شي قال لي هذا عادي قال لي لا تدري اشي في شي ونين قيبنا ماشي انذا هو اللاي تلفت هكوه قلع تلفون وتلفن انا بعيد مني هو في الكابين وكي تعرفي لغتهم امو اعرفي لغتهم يا غيري قال ما سمعتوه والطفل سموه انا ما سمعتوه وشي قال قال اراعيني قال لي مجاي بلكم اللحم وقال الطفل شك على انو شاريش من اللحم ولافدهم اهدهم وتلفن عنهم ولا تخيمت وقال والله بزير حد قال ليم بلوقتهم اراعيني يجاي بلكم اللحم ويني ماشيينو منين قبار قدرون واعد المطار ذيالو حصرة كبيرة عند استاسيون وعادي راج راج قتله شوه هو قتله راج راج رائف ذيك حصرة ذيك الحصرة شكل انو لا يجوني حصرة ويني قال لي اهدك لا تديري شي فاق لك اللا سيكتة قال لي اهده ما هو سبقه اللا سمي حجبي قيجمنا ماشية هو سبحان الله الليل قيل تالى فخلاقي هو اللي فخلاقه السوفي قيجم بنا الليلين جين عدرايب قاني مطار هم القوات الكاميرونية القوات الكاميرون اللي نقرضين المطار همه وقوات كونغوليز يخرصوا فينا وانتيب على كيلح حوال الحاكمين ما شدعتهم واسكاكين همو قام اثنين منهم جايين بالشوق لتاكسي جاي منولة تاكسي عاريتين موقف قلت رو شوفوا ووقفنا انتيب على كموقف المراعين جايين قلتوا وقال دي خطين هساب يجو فذا قاعدنا هاذا كملوا علينا يباركوا يبطونا وتوف قالونا انتو ما قالونا تاديين تاديين قلنانا لا 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 احنا موريتانيين قاموا داخلوا يديهم في البانات فرقلعونهم مش من الحجر وديه صار ميل وتلفوناته وجه واحد منهم قابل السجور قالوا لا هاي السجور يشوف أنا موريتاني يشوف عندي السجور ما تنطيها لك يعني ان ينطيها لك ما تيتنقدر أخب قال لهم حق هذا موريتاني قالوا بذي مولي اللي في تاكسي يخطي قالوا له هاي الشادية قالوا لا هذا يخطي وتباركوا يبطوه داخلوا لي يعني انو تلاو ايش هرموذين هاي قالوا منها بدلات حق عنهم قطعوني حق عنهم قطعوني ما قطعوهم ما قطعوهم ويش ما مقطوعه كانوا فيها بدلات وتروهم كانت نهاية فيها بدلة كبيرة بدلات كبارة تصلنا نديرهم اللي ينقود مسافرة نعمل لحفول والله اللي لا بدين ايوحنا العليات كأنه لات ما يسول عبر لا رحفو تر بدلة هاي لين تر هدا هو تحفول في زمن الحرب قطع قلعتها البدلة الاخرى رجع الميكرافون مع الناس قلعتها البدلة الاخرى قلعتها بيه اللي مادة الهيدو مكنتوه على اللي يشرق موذني الاخرى مزير حتى جيتي مباشرة ما كنت يقع من الاخرى الاخرى هاي فات شرع محا مزينة وجل هي رجع يدو قطعنا قلعته البدلة قلتلوها قاعدة على تشرع محا مزين ومتباركي ينترني قلولولو الاخرى احنا لو قدتهم نعرفوها اللي اننا متعايشين معهم قلل واخر المره نقطعوها ومتباركي معي ينتروني ونفس اللي اللي قطعو فيها الناس حنا نشوفوه من الليل والنهار قطعو الناس فاثناء هاذا جات دورية من التشار تعرف اطفرها ان شاء الله ضيط شافت اطفرها مارق منه شكت عنه تشادي لا عرفونه مسلم وتوف تشادي ما قادره إذا اتمانك تشادي تقول مسلم يدوروا يسرلكوك والله يموت ودونك قلتهم جات الدورية راجعة اللاه هذين وقفتوا تشاديين هربوهم بالفاوة والدبش وحنا ذوك الكامل تلابستنا مئة ترقاش مات قديت شوفينا مات الأحذان أطيع قالوا هاذا شنو هاشنو قلنا لهم اللا جابنا مولة تاكسي وقف بينا هوناتية قالوا هاذا قومبليس قلتهم انا قومبليس حق قالت تشادي هاذا لاينا قلق عليه قالوا احنا جانب احنا موليتانينا جانب لا تضلق عليه احنا رالك ونجيتون سلقتون عمار ما كيفين لك حمد الله وشكري قالوا هاذا قلق اللي بقرضين هوني خرصوا قاموا عدو قالوا انتوا اطرعوا في الناس لا ينكتوا ما تطلقوا قالوا احنا هاذا المسلمين بينهم مشاكل ماليسانترافريكيين احنا اللي بقرضين المطار هاذا اللي هو هاذا الكلام كونغوليس و كاميرونيس ماليسانترافريكيين موصلكوا هما ضيوف قاموا يعرفوا لك هما واحدين من فوماك زادوما هاي فوماك كادين هاي الكلمة هي اللي علقوا ليشا كوني قلت لهم قلت لهم اني عندي باسبور كادين انا قلت لهم فوماك كادين هما سلكون فوماك شيني؟ فوماك معناها ميسكا منطولي قاق المحومات يعنى اتحاد الذى الافريقي هاذه قوات الافريقي ايد قوات الافريقي زي زي يقولولي يقولوا عن المسلمين متى إياه عنهم ومتل الإعلام ويعدى لهم مذبك بشعة ومكتلوا لهم هذا اللي يعدل المسلمين في سنترافريك ما قطوا عدل في دولة والإعلان ما أعلن عنه شيء إلا ما أعلن نصه ولا ربعه هاو المدابح اللي يعدلوا في سنترافريك وش نمر جاليات الأكثر شيء المسلمين كانت فهم؟ أكثر جالية في سنترافريك جالية تتشار وذبحوا ياسر منهم وذبحوا ياسر منهم هم من رأسهم السطف الأفريقية مسلمين هم من من رؤسهم كتلوهم كتلوهم حق يقدم المسلمين هم اللي سنترافريكيين اللي من قبائلهم سنترافريكين اللي كامل المسلمي كتلوهم زين راية لين تخطى قضية المطار شيته أقبت اللين حدت المطار ودخلت القوات الكاميرونية لا القوات الشادية اللا جاوسة يكون وقلنا نراجعونا اللوتين نحن مات ذات عندنا وقية وأنا ما عندي خط غير بطلعات على استجرون ما زالت عندهم ومالي ما كان ماشي هو ماشي بصيفات ميانه إذا وصلني الطائرة سبحان الله تمانا ماشي رجعتوا اللوتين رجعنا اللوتين وقاعدنا ومنين طينا أيام قال للتخيل هذا فهم ذي كساب فهم رواقيش ولوتين شماسي عايشة طبيعية ساكن طبيعيين تنمرقوا بالكساب يعني زمن الأول عايشة طبيعية لأني زمن الأول عندهم ريستوران هن نقبغ من عنده وما أصلا كليان من موري تانيه مشاكين على النهر ويا راضح ومنين مشاو عني الجماعات بقيتوا عني بقيتوا عني ومشاو عني الجماعات كاملين ودخل هذا قال انه لا يخرج على حدود الكامرون قد عنده ويتس ذاك النهر ما مشي نفوته خايفة تنحكب في الحرب قال لي على هنمشي يفوتي هاي مبوشة بيها وقالوا انهم عنتي بلاكة فالطريق قيل لا هنمشي قال لي معايش فوفيق إلا سلكنا سلكنا إلا ما سلكنا قد ما تطفلني معا قال لي ما نقد شوفي هاي المشكلة اللي رقيت انتي مرة قال لي أنا نقد نكتري فالطريق ونقد نسلك ونقد نهرب ونقد لي معا درجاج واحد والله هنا يقاوم معا انتي مرة ما نقدم بوشة بيك زي وقال لي هاي الفندق هنائي فيه هون يفتح عليك مولانا زي قال لي شوفي ما لديك هي جاء ترفت شعبها وهاذي شان قال لها السنة قال راعي هي ترفت شعبها ولي تاني مولي الدور لا تتلفت علي شعبها تجي تنمشي بي لي تمشي شوند زي جايتي الفندق وعدي تميت اللي هانية في الفندق مرة نجبر شينو وكدوا مرة ما نجبروا وينت بدت لانفراج الأزمة ينت بدت انتي تحسين انفراج الأزمة تقريبا البلاي لي نشاء اني تلك الجماعة كانوا فهم جماعة الموريتانيين بقيت اللي هاني في الفندق تقريبا عاقوا لهم بخمسة أيام والله ستة بدو الاتصالات اليكم موريتان ذا هي تحب تتوف حين شوي دقيقة صفا تاين تبديت تعلمي بقضيه تمسات اسمه من علمك بيه اقول ايش علمك بيه منه صدفه تميت نقرأ المواقع الموريتانيين صفحه هناين شفت عنواني قدي عزقع كان مبالغ شوي فيهنه موريتانيين قطعو اذنه ومثل فيهنه وعنوان المقال من نفسه شدني لانه كان فيه منظر بشع هناين تخلت نقراده هو فيه رقم تلفون ها حبيت انتلفن عليها كنتأكد يكان القصه بعد دقاء حقيقية يكان فعلا فم موريتاني يعالق في هذا المشهد المرعب وطوب من فم بدأت اتصالي بيهه ما يمتكره انت تقريبا يقعد على العودة بتتتعصر بيه يوميين وطرحتي مشكيته على الوسائل الاتصار كامل انتصرت بيه اول يوم تأكد من القصه ومن فم بدأت نكتب عنها على الفيسبوك وبدأت نطلب من اصدقائي على الفيسبوك انهم ينشروا الصورة ينشروا الخبر يكاننا نحسوا بها الشعب الموريتاني يكان الناس تتحرك في قضيتها يكان بعض ندعودها بعض لعدنا ما نقدوا نعاونها بشي اخر يا الله هي كانت تتاصر بيك الصفاء تاصر بيك كم عريم حق وليلة في حلقة من الحلقات هي طبعا تاصر بينا نحنا ونحنا التاصر بيك على الهواء وكنت تتكلمين ليك ساعة مثلا وحدك ما معك اي رقاش وفيه راجل فماتية عجعاك بذاك جاء ليك فم؟ لا كان فماتية هيو غير هو كان يتصر بيك كان فماتية غير كان بتحييدي شوي هيو وجاء غير حكومان ماني معاه داع ما نشوفو هيو وفي ذوك الجناح اللي هيك انت بدأتو بالضبط عدلونا نقالو راحلة العودة انت بالضبط بدأتي تعرف عن الحمد لله هلومورا درجت تقريبا الى من يوم دورة عشرة ولا تسعة في هذا فيفري شينها علاماتك شينها علامات الانفراج تاصر بيك حد من السفارة تاصر بيك الناس قالوا لك وفاتر وايه المتعى الموريتاني بدأوا فماتية هل ماشي طايرات اللي فهم الموريتاني الشي لا هم سابق ماشيهم سابق ماشي الطايرات قال لي الراجل قال لي انا اتصلت بوزارة الخارجي راجل راجل قلت لك موريتاني ذلك كان يتصل بوزارة الخارجي قال لي احنا الدور موريتاني تمشي للي انقال بدور رجي مشوا باللي هون كامل موريتانيين وقضيتهم المشكلة المطروح انهم موريتانين مازالوا في الولايات متفرقين متفرقين وذلك ما تلا بيقدوا يشوا لان من الولايات كاملين حيطين بهم عن تبالغك يكتلوا الناس اذا ما تلا بيقدوا ما يقد ينقلهم ما هي الدولة تعود مشيرهم القوات قدوا هون ينقضون قال لي ورقاد له ان شاء الله قدنا اللي نطلبه ملانه وفماتي هو الراشد الراصه ما تحتاجه الشي اللي نوتوف معدر هالا لان قدر جالي جي وهو ايال ومشاه كام عافم في الوتل ومشاه هم شر نيجيريا محسن بقينا فماتيا قلت لك ان يوما انتبالاك يوما حاكمتنا انتبالاك عالي اللي حاولوا قتلي ما بقى عندي ملحفة واحد مرحفة ذي لله ماذا كان عندك تقليب من تجارك تقليب من راس مالي كم كان عندي ياسر من التجارة الغالية اللي انا قمت بيع موازين الحجر هاد وكل اكتيراته ومبيعونه اللبات اللي يخرصوا من الحجر وبيعونهم بغزنه ومبيعونهم اللباس وياسر مشي ماذا يقدر قاجي اعوده ومشي منه حالي وعندي شاشرتي هون شاشرتي كانوا هكو ولا هون كانوا هونه مورتان عندي طفلة كانت في مزوجها الشوار الكونغو وفي بداية الحرب مشيت هوتو خفتي اخرقالينا الحرب فهم كامدي ازاي؟ مشيت في بداية الحرب ومشاركنا ازاي ننتصر بكم قلت عنه السفارة وقالوا عنكم لا يجيبوكم هوناتي اياه كام؟ هاي ننتصروا للسفارة قالوا عنو لا يجيبونا يعني بردو اخراجاتنا من جهة ومن جهة مولي ما زلت اللات عبانة لاني ما عندي الفضل باش نشردو كيل ولا لباس ولا كيل وانا ما قد نو خل الفندق قاع قضيتوهوك عبر في اللي نعرف على انو اخر مطاف انا ما قد نو خل الفندق مخلص هذي هي الحقيقية مولي الرواية اللي ما ركص عليها اني الفندق الى جات الدولة مشات بالناس انا ما حد لانو ما خلص اني ميني برما حد اللي انا راهينة بالفندق انا ما هني راجل رجالة يقد جرب قد يكري دراجة قد يقطع على جيه تزاهير وانا ما انا قد انا مغرب اي التغبار بالضبط تم اللي انجان الشريف احمد هذي تجاك بالفندق مم والله يوم ومجيهم لاكيف انهم خاضوا من المطار طلقوا عن تبالاك ورجعوا للمطار وعقبوا بريزنتار ورسموا للفرنسيين وجابوهم في سيارة بلندي الفندق ثاني والله انجان الشريف احمد كان خاصنا كامل عدلونا الشريف احمد هذي منو؟ سفير موريتاني سفير الجارية الموريتانية اللي في قينة كوتريال هو قنص الموريتاني ايه قنص الموريتاني قينة كوتريال قينة كوناتري قينة كوتريال لا في افريكس لا في افريكس سنترال غينة الوسطاع محادة الكامرون والقابون هم عند موريتان سفارة قنصرية قنصرية عندو هذا القنصر اللي انقذنا انقذ الجارية كاملة اللي جئت الكامرون هو اللي جابههم جابههم كاملة جارية اللي جئت من السنتر افريك الكامرون هو اللي جابههم وهو القاسنا مولي حلم زين مشابهكم من الفندق وقستو المطار ركب مطاره جيتو الله زين و جيتو الى زين حيلة و ارتحتي عندما جيتت ادخلت موريتاني زين ارتحت حتى و شاكر الدولة الموريتانية كاملة و شاكر جميع الموريتانية على اتصالاتهم بي و شاكره اللي عبدالعزيز و شاكره اللي شريف احمد اللي مشاتوا النا موريتاني و ذاكر عبدالنا كامل ما خلشي شي و استهم بنا من تركان كان فمات معكم دول عربي اخرات فماتي ايها جاليات عربي اخرى هاي فمات و شنو تعامل الدولة معهم فماتي دولهم اي اي كيف تاش كيف مثلا فماتي واحدين من العربي الاخرين كان لهم فمين غير ما كانوا معنا فنطق الناس متفرد هني فسط افريقات دولهم معاملت المعام كانت زينة جاوهم و شاو بيهم جاو جاو الماليين مباشرة عند بداية المأساة جاو جاو السنقاليين و جاو الماليين و شاو بخلقهم السنقاليين جا اولا سفيرهم اللي شور هذو كل ماليين جا سفيرهم من شور القابو و خرص وضعهم كامل معنا عنا نحنا بعد اخر من يعلم نحنا اخر شي هاي انتو مهم اخر شي يعني غير انتو مولي اول شي انتو مولي اكل اخركم كامل جبار مخبار صفحة شن هي ردو الدرفاء الليين عددتي حمل و عندي عندي ملاحظة تفاعل مع حملتك اللي عددتي انا حملتي كانت موجهة خصوصا على الفيسبوك على وسائلت على الانترنت نختار نشكر جميع الشعب الفيسبوك بما سموا روزهم به اللي كانت ما شاء الله جاوبوا معايا بطريقة ايجابية شكرا معهم معقول خلال ساعات كان فيسبوك كامل يتكلم لها عن اسماء الناس كانت تدعي لها واللي قدي ترفن لها كامل ترفن لها صحيح و كلها على حسب قدرته الساهم في مجوعها نختار نشكرك انتو مولي زايد لاني عند اول ليلة اتصرت بك جاوبت معايا وقرأت ريسارتي في البرنامج واستضافت هك حقا والله هي يا ايا ان شاء الله بارك الله السلام ما مخلط شي وشاكرا المولي انا الصحراني ديها بصفة عامة وشاكرا والله عبدالعزيز والدولة الموريتانية وجميع تضامنهم معنا بهذه هذي ازمة اللي ما كنت تشكى ان الهي نخرج منها مثلا ياسر المولي في الماتية تصوير هذا ماولي عد بداية مشواره لانك تعدي لقاع التميير شمعت بي عطيك تعدي لك عطي حمل الاسحاق والمختار وش كم عد عندي رقمه لو كان عندي رقم اسحاق نردوها من نجل الناس انتباهوا من نجل الموريتاني اللي عنو في ليبيا تعود ماذلا بداية قاع رواية جديدة ماذلا تعود دور كيفو تلعبوه خصصاني الحمدلله شابه ومثقفه وتشتغري معنا عنك تقديد ما صافيا اسمي الناس لا يشوفوا ليك ويقول لك لقاع ما يورط ووحده في بلايد الكلاو واحده شفت لو كانت تجربة اسماء ما نجحت كان ذاكري يعد محبق بالنسبان يا قرنين شفنا نتيجه ايجابيه ورجعت اسماء الحمدلله وتفاعل معها الشعب وتفاعل معها الشباب بصفه خاصه هل يشجع نعلن نعاق بذر فيسبوك نحنا على كل حال نعملوه ساعات ياسرة من اليوم نقدو نخصو ولو جزء صغير من ذيك ساعات القضايا انسانية ما هي ما هي كبار قبضا من ناحنا شو هي مالي قد تعود نتيجتها كبيرة زينا الله اذاك حق زينا استاذة اسماء شماسي معاناتكم هون ذا انتم داركم هون مخيومة عربها والله احنا هون مخيومة غير الحقيقة انا عقبلي قاعد تعب وقلت الرقات وياسر مشي ما قدو نقوله لبعض اموري تانية اللي يتصلوا علي بيا نعرف انهم متأسفين حتى منذ الخارق لي ياسر مشي تقولي علي احنا يعني جاحدة عنهم ياسر انه لا تجحد الشي الناس تقتل نشوفوا من المرح يعني نشوفوا من الكوذة اللي خالب في الشارع تشوف الناس تقتل قدامه والله في الشارع نشوفوا تقتل علي ياساس لا يجبروا مسلم ماشي على الشارع لا يقطع اقول لما يفاصلوا هنه دايره حجاب على عاصفه والراجل يقول داير جلابي هذا هو المفاصله هموا وسط فريق المسلمين ويسلمون يسلمون يفسوا جلابي بالله والعلايات المولي ما يخضروا الصمي يعني يديروا عليهم الحجاب هذا هو المفاصله هذا هو المفاصله هذا هو رائع فيه من الفندق يكتلوهم ويقطعوهم يقطعوهم مرسوا مرسوا مع هنه القتل هذا ومين هي الدولة ما عندها وجود فم لا هي خلاصية دولة وفات هي وفاتة ماتلات خالقة فيها 10 سنة ماتل ترجع دولة هذا حسب نظريتي بالنسبة لشين قالوا مسلم الله عنده أمامه لله أمامه لله شيئين لا يخرج يخرج سنتر أفريك والله ينقتل وصنادرة المسلمين اللي كانوا حاكمين ورئيسه وجنرات مش قلق لهم ذا كان ياسر منهم مقتل وياسر منهم ورجع للولايات اللي ما فيهم يكون المسلمين ونقعد قاعد فيهم ولا يتلا تفهم حركتهم هاي العاصمة ما فيه حركتهم والمسلمين فبنقي ما عندهم إلا أمامهم الله مسألتين الله يوخوا سنتر أفريك والله ينقتلوا حسب تجربة كنتية حسب تجربة كنتية من درا كان رقاس أكامة التجارة وقاس واحدة من دول إفريقيا كان آمنة للتجارة والله شبه له يقدفنوا هك شو تسوقها على بالنسبة لي انا بالنسبة لنحن هذا الحقيقة اللي تعلمنا بإفريقيا ما نقدم نقول له ما نعان الله إن شاء الله ويترجع الوضاع ما قلتها رقايش بيز دوري أنا بعد ما يناويين نرجع للسنتر أفريك بسبريانه هاي فخلاقي قطعا لا تلاقيها رجعها منه إلى أشرة سيطاني ملائها الحياة ما بعد قاعدة تسامعني لا تترجع شي حق بحث ما هم إن شاء الله ما هم إن شاء الله تستجم معه تجارة في موريتاني هون حاول تستجم مع موريتان هون ويقدر قاعدة يعيش في الرواء قبل يستجم معه بالنسبة للرجالة بالنسبة للرجالة يبدو يرجعه قتلك الرجالة لا كيل عليها حد بعد ملاحز منهم وشفتها الرجالة الترائي فيهم اللي كانوا ساويت الفوارة قاعدة من أهل؟ هذا بالنسبة للرجالة يقيت لك حتى بالنسبة للرجالة أنا بعد ما موتيفة الرجالة قتلك المعقبة خرج على الكمرون ماشي مبوشر حياته قال إن ما ينجح ما قد يطفقني لماذا لأني مرأة نعرفي غير هو راجل ماشي وات يمراح حصلتوا من الفوارة كاملة لكن في لحظة واحدة بقزروا هذا إذا شوفي استاذ اسماء نحنا عندنا في الحلقة دايما نعود عندنا مسايل شيء عندنا شي نقال في فيسبوك وعندنا شي نقال المتعصرين متعصر بين هم 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 السؤال طهرم الكتاب قال شكرا زاد الاهتمام في القضية الحمدلله على سلامتها سوى للضيفة ما هو الموقف الذي أثار فيها الموقف الذي أثار فيك أنت هذا اللي أصر علي اللي بقيتي وحدي ولا عندي ما عندك وقرية ولا عندي فوة ولا عندي شي لا قاعدة البيت الوتيل إذا وحتى وحدك فوتن بالخلوات وفصل وشلو تخمامك ياكل وقت تخمامي ياكل وقت والله لقيت لك أنه ساكن على شكل شي نتخمام بيه قولنا نقود نعود قاع كاتب لي مولانا أن للاهم موتهم هاي الحرب موفموا نقول هي وثيرت جه الناس كاملة وما قاع عن طيب الله قد يشوفهم ومنين يشوفهم برا قد واخدهم من البيت قايسة ريسورسيون قدوا وتعامل علوته المعاك كان راقي ما شاء الله ما عندهما هم مسيحيين ولا مسلمين علوته هو يهودي من يهود العراق عربي يعني ما هو عربي هو من بربر العراق غير يهودي توقف أصلا بربر العراق ايه ما هو عربي أصلا قال انه ما هو عربي غير عراقي ها قلت لك انه قال انه هو انه ما هو عربي غير عراقي ويهودي ولا هو عربي ولا يتكلم كردي من كراد العراق ايو كردي كردي من كراد العراق رعايا من كفار ما هو مصنف من قا يهودي لكنه يهودي يا غير متعدلي تاجر يعني شهر زاد قات مساء نور استاذ زاد حقا قبل امزاكني امزاكني انه الافضل واكيد هل بفترك تحياتي بفترك مكامل ان شاء الله ببضل استاذ الصفاء و جميع اللي شاءكم معلم والله الى تلك الملاحوات كاملة يتقولها ان شاء الله مخيم هذا في وضعي انا ما اجبتني واصرت عليها حتى مخيم هذا اللي بعرفاتهم مخيم هذا اللي ساكنانا بي حالا مخيم هذا عبارة عنا عطينكم بيوت خيام شنو انتو ما كم عددكم حنو عددنا ما نعرف ان دور عدو دقريبا ثلاثمية الثلاثمية اصلا متعارفين وفساط افريقيا ولا ماك متعارفين مخيم كاملين فما تعرفين حكما ما نعرف الكورية اللي نزوج المرتهن ما نعرف زوجها ما تقعد عرفية تقعد عرفي زوجها مفتاني فرر نعرف مرشادة وقلياتهم اللي يرساكنين معنا شررن الولايات اللي نجيهم نعرفكم اللي منهم ما قطعت لي الولاياتهم نعرف الراجل يغير ندعود جوسته ما نعرفه غير الراجل ندعود عرفه زين حتى زين بالنسبة المخيم فماتي ابركاتي يا الدولة ما عدل عليكم خيام شنوه الدولة ما عدل علينا خيام ولا هي باخرة من الشي مطرر كملكير ويشرع بالدولة مفرد لا لا يجيهم من ذاك الاخدو ويجيهم الصبوح واللعش ما هو فيه الشي الصندلي والدولة ما يجيهم جيهم شوي بصيارات معهم شي واللي ما غاءهم عدهم واللي ما عندهم فضل منهم ما الهيش ربطه يكون لقاس صاحب قدم على صاحبه واللي ما عندهم بشريتك وعندهم يشاشر سقيري في الليل انا هاي بيقات قاعدة في القبوة الشيئر بيكارت النموس بيقاتي عقوم النموس ذاك في نواكشوت كاملة وفي النهار هما جاوا في موسمة البرد قالوا انهم جاول انهم سبقونه بشهر وواك الحمان بده اليوم تيارى لله العياطي شاشر يتباكوا بيهم حمان شدد الحمان هذو لخيان اللا حدي سبا انتم اصرين دولة شوستات غريقة جواتروا كان زين بارد بارد حتى بارد ومتعابة تعابة من رجل الاحييش وما عندهم الدواء وشاشرتهم حتى بشروا كوشات ما عندهم والعياط قاين بيهم الحمان وهم باطين ما هم كيفت نحنا وانا بعد قا شخصيا الحقيقة وانا داعي على عبدالعزيز والوزير الاول على يجوشه هو المخيم كان يحلوا لهم مشكلتهم حتى خير ندوروهم يمشوا عن ندوروهم يعد بلهم حال يمشوا عن ذلك المخيم ووالله يغيروا غرفهم وخير ندورك ما تلاقيق بهم هون مقرديكم صنادرهم حتى قيلانا قلت لكم مشكلة وبرك المطروحة والحمان وياسر مما وعد خاصهم لا واقع له الموليتان كأنواقشت كامل هم لاجئين وجايين ولا بخلتهم الدولة ولا بخلهم عبدالعزيزش حتى privacy والقصت اللي جاء وما بخلهمش يالله الموليد فقد واحوالهم يجي وزيري خراسهم وخراس ذي القاد لهم هي مدى عندها الشاشرة هي المشكلة الشاشرة إلا صبر الحد كبير الشاشرة ما يعدوا يصبروا هذا الشمس صحنا صبرنا نا هاليوم من فت حد ندي الاحمله تحمله لهم في الحوسن الشاشرة ما يقد Han Damian ولا يقد يصبروى للموس ولا يقد صبروى أو filhoc ولا يقد وصبروا يت losing ومن درا كاند الجوا كامل معكم المغتنى تكلم الحسانية عربوه كمي اليوم من هما؟ هادل في المخيم مرتاني؟ والله تكلموا الحسانية فهم محدين لهم شاعة موريتان؟ فهم أحدل أربعين سنة قالوا؟ حتى والله غير مزال الله أخباري حساني مرة كان فيه محدين عنده متواغط وسط أفريقيا؟ ما أنا عارب يا غير قد يؤدوا كانوا عندهم لأنه لهي هادل جاو كمي عنده متواغط موريتاني؟ أنا والله إذاك ما بحثت عنه رائع يقير البرشارة أنا هاي دعوة قعم نورك من برنامجك لأخوتي وأخواتي فيسبوك إن نواصل دعمنا لهاي الجالية الحمد لله على سلامتهم يقير هذا لا بداية المشوار هم ووصولهم هون هدف يقير مولي بداية الرحلة أخرى يقير أنا ماني شايف علنهم لانطاركم قاعة مخيمة وخالي يحل المشكلة والله لاطاتكم الدولة قدوا والله عشاء والردوة هذا ما يحل المشكلة الحل ليعود أشمل من ذاك لا بداركم نصيف تحلوا مشاكل الإحصاء قال تخوطوا عغل موريتاني ما كمهم عندهم الحصاء يتلقى أنا لبيس عند سلم الطايرا وتركتو ما حصينا قاعة ايوه عاقب ناك الثار حانا لقد قاعدنا نحصي ايوه الحمد للبارحلة انا حصيت أنتك توارع لو حصية في البيئة في سكي اطهوا كحصاء الله وعطهوا كرداني تل ماء فاتتي غير الحصاء عندي ايوه لك مرحلة مرحلة أخرصة طريقة قال طريقة انذنضمجوبيه بالمجتمع وما يقلتمو لا قاعدين حانوا الدولة تقديهم وتعشيهم تصبحهم يعني ما يشتقلوا والله يلودوا الصيفة يعيش بهم شهادات مكانوا يقرأهم من تريكة كانوا يقرأهم من تريكة وطافلات مكانوا وهذا كامل اللي نمشي من هون دور نبحث عن هذا كامل رائع هم الأغربية ليعدوا تجار الشيخ قال تحيات لك زين انت ضيفتك عندي بعض الاسئلة ما هي أصعب لا بد يقوم وزير والله الرئيس بزيارتهم اللي يشوف وضعهم الرئيس ما بخلهم شي وحالا يدور يقول قايل على انه كل الشي تمام هما ما عندهم الدور وشبس لا يتفتلهم موجه للرئيس محمد عبدالعزيز موجه للرئيس عبدالعزيز الغاني مولي شاكرته حتى على ذا العدل وشاكره الوزير له وشاكره الوزير التالي وشاكره جميع الموليتانين وشاكرتكم انتم مولي الغاني العظيم شكرا شوف سيد الرئيس محمد العزيز طالبانه منه هو دائما يسمع لي جازي وخير قالبه منه يزور هذا المخيم قالبه منه يزور ذا المخيم يشوف وضعه وشاشرتهم اللي باتوا يبكوا في الليل والنهار في الليل يبكوا من الناموس وفي النهار بهم مش جمس لانه دارك زمان الصيف عليهم وهذا المخيم انه ندوروه الله يخراس حالي كانهم ينطلصوا يوخوا عن ذا المخيم منه منه لا يمشي الرجالة ويعدلكمت وقته توفويا ويا 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 حسنا بشكل له حتى يقول احنا قالوا كان ما هو العبدالعزيز بيلي هو رئيس المقاراء احنا قالوا كان ما هو العبدالعزيز ماشينا الله اللح مات هاا مشاننا بالعجلة مثلا الليل يناقلم بروايته مشاننا وكت فيها حتى وكت فيها حتى هال حب الله كذو وكت فيها وجينا ووفرنا الاخيان ووفر له كي غيرو العبدالعزيز قد يقول شاكل له ما خاصنا شيء نختاروا يسمعوا نختاروا يسمعوا نقولوا انهم محتاجين له ندوا ما هي والله صراحة بين ابنك هذا الشيء يشكر للدولة اللي عارفة تشير مواطنينها وقطع عنو هذا الشيء جميل جدا وياردها تتواصل كيفية تنتيه علي الشيخ قال ما هي أصعب الهروف اللي تواجدتها وما أصبح أصعب شي جبرتو اللي هي أنا أصعب شي جبرتو ذيك اللي بقية في الوتشيل ولا عندي وقية ولا مقدنو خلط وبنين نواخها والله انتقابل مع خرص لا عندي وقية هنواخ شرطة صعبة شكاله رقاش في فسط أفريقيا معنا وفي الحرب الحرب هو في حالة السلم ولا عندي وقية هنواخ شرطة صراحة بين وبينك صعيبة شكاله هي قال في حالة السلم على قياش كان في بلايدة يتشار فيها لخصط الفضل والناس تعرفوا وثيقة يقد يمشي يرقى لقايا فقوه ويرقى على لقايا حق والله كذو رائع غير من انتو انت خايف على عمرك انت إلي انتو الخضر لي تموت قالت كيف عامل المسلمون قلناها كم هي نسبة المسلمين هناك قال وهذه الحلقة للتعاد البسلمين نصتنا كم نسبة المسلمين كانوا سابق الحرب نسبتهم الدور تعد تقريبا 20% دور تعد 20% كانت سابق الحرب غير قاماتها وخارجة هي تمت قريب مليون من البشر من الضيوف المسلمين واللي كأنهم مولودين في مليناعات ثركة ما تلحق 20% ما تلحق 20% ما تلحق 20% انهار قالوا المسلمين في بوانقي ما يرحوا 20% زين العابدين قال سلام من الرحمن المصول بالرحمة إلى من يوم ملأمر بعد أخي زيد وحيي ضيفتك الكلمة وأقول الحمدلله على السلامة وأسألوا عن ما هي صعب اللحظات التي مرت بها وما هي أرحم معاملة تلقتها لا مجي لنا هذا القنصل أرحم وقت جبرته مجي هذا القنصل هذا الحقيقة بيدرو محمد قال سلام من الرحمن المصول بالرحمة وبعد فإني أستنكر ومندد بما حدث في جمهورية وسط أفريقيا وما قاعد فيها من ملابح ومجازر والتشويه للمسلمين الذين لا ذنب لهم غير أنهم يلفظون الشهادتين ونندد أيضا بما حدث في دولتنا الجمهورية الموليتانية لأني لا أعلم هل ما زالت إسلامية أم مالا لأن دولة سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها واستبيح عرض العلماء الذين مورثتنا بها وأخيرا يمزق المصحف الشريف بين ظهراننا وفي دولتنا هذا التي لطف الله بها إذا لم يخصبها لنا الأرض يرسل علينا من السماء كسفا ومن هذا المنبر فإني أقول اللهم إن كان هذا منكر فإنكرناه خلينا محمد فادرق السلام عليكم ورحمة الله حياك الله يا زايد وحيا ضيفتك الكريمة والحمد لله على سلامتها الله يفرج عن خوتنا في الإسلام ووسط الفريقيا للاسف قال المجتمع الإسلامي ما عدل معاهم شيء منظمات المؤتمر الإسلامي ما حركة ساكن ما شفت فما تتواجد كي قال لك منظمات المؤتمر الإسلامي دول خليج الناس اللي تهتم من منظمات تهتم بالمسلمين في أي بلاده ما فهم منظمة يساكن الشيق والله ينذكروا ما شفتوه شفت الله إيران فالنو ملاك النهار مساعدين دريس دبي على يجيبولو على رحلة الولاية من سانتر أفريقيا بعيد وطاقوا طايرة عنين ترفت مئتين وسبعين رقاش وجابتلو كاديين في ولاية ذانية واحلين وصلتوا بالبنقي وهذا قطعنا إسماء ولاينا نخلو فرصة للمتصلين أرقام الهاتف خمسة وربعين تسعة وعشرين 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 وخمسة وربعين خمسة وعشرين اذنين وستين وتوفيق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إلا شاء الله أه نعم السلام عليكم السلام عليكم مرحب تسيرتي مرحبت تسيرتي مرحبت تسيرتي مرحبت تسيرتي محمد نوردين إذن أنا أقنع أقصس الغريقي إن أقصد أقل سيكون أكبر و ألا تنمجم أه ماذا أقصد أنا حاول قوار الحبار mellanسيسيوس أنا أمني أدال من الناس من السيوم أساس لحضروا في الحمد أه أنا أقاعدني لحسب بالبطر الأخير لأ شهري أنا أكبر لأنني أستمر أنني أستمر أمني أستمر أمني أستمر نكتمر وأرى كنت أهل أنا أتمر أهل 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 إني أتمر يا رجل ماشينا أستاذ الحرق مالو قاتل في بداية الحلقة احكيتها كامل اي انا الحلقة ذاتي لكن صباح الثارد الدحميس شاء الله بتوقيت غرينيج شاء الله شاء الله شكرا جزيلا خير غالي الله يطور ما الأستاذ صفاء شكرا جزيلا ماشينا حد أستاذ غالي علو سلام عليكم السلام عليكم المساعدة بالفعل الظالم يا بديو اتمنى بجأي الله يحة الكس으� Gall الله يحة centres معكмуحمد تعادل المشيح كيف، مرحب بскиف الرحن، الحمد لله شيء ، انا theres اللاح Only سلام السبب اللي هي نتولها على من دراما من دراما هي اسباب هي اسباب اسباب الحرب اللي انتشرت عليه مالا قاتتوا في البداية الحلقة في هذه الراقية الوسطى مالا قاتتوا في البداية الحلقة كانوا المسلمين هم الحاكمين وسط افريقيا وعن كثرة الظلم فمات اياها الامانة قات عن كثرة ظلم المسلمين للمسلمين والمسيحيين ودخلة فرنسيا ونزعت السلاح من المسلمين وقال عنده اعطاته الكفار وقال قد غزوة وسط افريقيا الله والحكومة اللي كانت هم مسلمة والله ما هي مسلمة اللي عاقلها مسلمة وغير انقلت منها شكراً جزيلاً وشكراً لأيالكيبة مرحبتي بكم سيادتي ومرحباً لأيالكيبة كاملا توفيق مشيناح وعليكم السلام يا مرحبتي حياك الله من معي مرحباً وسلم ونقول الحمد لله على العود والحمد لله على السلام والحمد لله على الوطن معك المجتمع محمد المحمويات مرحبتي محمد أنا حقيقةً معتز لأن أسمعنا صوت هيك الساعة مسارة جنوب أفريقيا ومعتز علينا ليلة أن أسمع صوت مواطنة من داخل الوطن العربي اللي هي دولة الموريتانية الإسلامية الموريتانية وذلك شرف كبيره ونقوله أنه زادت موريتانية بمواطنها وشكر طبعاً موصول لكتزايد وموصول لإذاعة صحرامية حقيقةً متواكب الحدث مزال بعيد ولأن الجمه اللي أقارب هو الوطن والي أسمع صوت الوطن المنقرية باللي كان الهاجر هون في ما أنا هون كانت ساولات طحراسة وربما أنا قلت أعود بلايك الحق أغاثتني يقير بعد ذلك تقصر مياه نبياً بعد ذلك ما أجبرت كتير أنا نسمع النحراء هون ساولات طحراسة هي مثلاً نختار سؤوله مش قد ما كم وزارة الصحة بعد ذلك موريتاني وراية ومثلاً نختارنا عرض ثماتيا كانوا محد ما زالوا في أفريقيا كان كان ثماتيا صحاتهم معروف لشي وسط أفريقيا أخوه صحاتهم معروف لشي وسط أفريقيا قالتك على الله الحمد لله على السلامة والله كانت فلدق مغفروا إليها معاها يهود إراقي كردي ولاد قد ترقى بعينيها الناس انكتروا قدامها أنا عملا فهم رعاية صحية لنخلوها خلوه وسط أفريقيا أنا ما كنتم صحقة قابوا نقصان الدم لغير مغفر لغير مغفر لغير مغفر لغير مغفر لغير مغفر شكرا لك 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 إن شاء الله أستاذ الغالية قال لك إني جيت ونترقى لكم طاقم طبيب عند الطائرة يفحصكم يعرف ما تبدأ ترقى ونا بعد الصحافة ومصورين يقول جود معهم في الطبيقية ما لاحظت أنا جيت تعبانا لأني مرغقة لأذرت ليالي مرقت ما فحصك ما فحصك خرصي ما فحصني يعني أنا جيت مرأي قابش وتلقى لك قانا الكار أنت سلم الطائرة واركبنا ودوقي سنبلدي صحب الحصاء هلا هم هلا هم ما لاحظتهم ما خلقوا قابا ما جاكم طاقم الطبيين ما جاكم شي مستحقين ما جاكم ما لا جاكم ما لاحظتهم لأولي وارك فراند المخيم مستحقين من يعدلكم مات إعطاقوا نستعمل صباح أنتين من ذلك هل تقومون بالزيارة من المخيم تعدلي؟ ان شاء الله انا دورنا تم الاتصال مع اسمات عود هي سفيرة المخيم ودورنا نعدل زيارة لهم ودورنا مليا ننقل الصورة لشعب الفيسبوك ونحاولون نخرصوا نساعدوهم بها يسوع عن طريق المجتمع المدني وضموا لي عن طريق تحسيس ومطالبة الدولة بالتحرك للتحسين وضعهم ان شاء الله شكرا يلا شكرا لشاكركم حتى وشكرا لشاكركم بصيجة عامة على ذكامح الدلتوريق وعليكم السلام يا رحبتي زيت تحييليك والتحيي للضيفك الكرام اللي يخليك استعري مرحبو استعرسي ديبوي محنيك على الحلقة اللي يخليك استعري اللي يخصص في الحقيقة الخبر في الحقيقة هذا هو الموضوع المطروح لانا للوجه ها هو العائدين اولا انقولهم الحمد لله السلام ولعاودتهم بالسلام في الحقيقة الغربة في الحقيقة تم إلا الغربة ملاها جايماً عنده الاحتياط قابل الاحتياط في كل وقت وكل عايس وعاد في أي مكان غربة ماذية بلا سامن بالنسبة للحقيقة يرد هؤلاء الناس اللي في الحقيقة اللي ركت لها تفكر انها تمشي شو الخارج وتفكر الآن تحصل فيزا وتعدل باسبورها تفكر انها تمشي شو الخارج يعطي نظر هذه العبرة بمن يعتدد بيه في الحقيقة هذه وقع ناكاتيان هاي الباس بيه في الحقيقة وقع فيها أهل السروب اللي في الحقيقة السفر الموريتانيين بحايا غياب هاي بكير مهدي نقول علينا حاج به يستجمر ذا الغربة يشعرض عنه اشبهده باعد لا يستجمر بفطنه اشبهده وأنه على حيوانه وفي الحقيقة الدولة استثمار فيها ونزيد اقتصاد الدولة ويوجد هو مراته غنانه وبينهلو مهم كيف ته مثلا صحيح بخارج وما إلى ذلك رائع جدا بشكل معاهم والعيشة معاهم والشغلة في الوطن اشبهية حتى من خارج وبلاك السبب نقول للشباب الان انهم يحاول انهم يستثمروا في وطنهم الخيارات موجودة في الوطن لعمال كتا انواعها موجودة في الوطن والوطن ما يبدو يحدث اذا شكرا جزيلا استاذ غالي نحنا تضل بالي وقت الاعلان تضل والله والله يجب تقول الله نخسر نحيي الضيوفات حتى ونخسرهم ملي نطرد طالع من الدولة خلين هاو العائزين اللي في الحقيقة نحنا شاكرين الدولة على نجيبتهم وشاكرينها نزيل الشكر يغال نخسرهم مليك وفي القرم اللي عدلت لهم توفرهم اماكن لستكم وتساعدهم الاحطاء وتعدل تواغف اللي بالحقيقة وما يحتاجوا لهم واللي طارح لهم مشكلة الان وتحياتي لك زي نستم دائما نقول لك عن برنامج هاتف يزداد ويزيان يوم بعد يوم الله يخليك استاذ اذا لا ينقصر العلان سابقل اعلان واحدة قال من تريم السلماتريك في فيسبوك معاك توفيق دير لشين قتل اعلانهم نيق ورقة اعلان مدى الدقيقة والله هل 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 نرى ونسألوها البغان هاتف الراحات مشين قتل فرصة نادرة تلفون ما عندو مشكلة تشارش بيه اللي قد من دارو رؤية تفليات من نفس الحجم عن دايقو تيك تلفون الراحات مشين قتل فرصة نادرة فيها الراديو ولا عندها مشكلة تشارش والتعريف الهي هاتف الراحات مشين قتل جهاز ما عندو مشكلة تشارش وفيه داعة وهذا كان بل بعضان عشرة الفقية رحال تلفون بأمن الراديو باقتنائك لهاتف الرحال تحصل على ثلاث بطاريات اضافية زائد شاحن كهربائي زائد واصل للانترنت انتم من مشتركي موريتاني وتحبون تصفح الانترنت اكتشفوا بقى الترجع الجديد من موريتاني بثلاثمائة وقية استمتعوا بمئة وخمسين ميجا صالحة لمدة يوم كامل لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة خمسة تسعة صفر نجمة ثلاثة 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 مربع بألفين وقية استفيدوا أيضا من سبعمائة ميجا لتصفح الانترنت لمدة أسبوع لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة خمسة تسعة صفر نجمة ثلاثة 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 اثنان مربع بسبعة الآلاف وقية استفيدوا من إثنين جيجا لتصفح الانترنت بكل حرية لمدة شهر لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة خمسة تسعة صفر نجمة ثلاثة ثلاثة صفر سبعة مربع هذا العرض المميز لا يقف هنا يمكنكم أيضاً لاستفادة من تصفح لا محدود للأنترنت بعشرة آلاف وجية بقط صالحة لمدة شهر لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة 590-3310 مربع وأيضاً بعشرة وجية بقط استمتعوا بواحد ميجا من تصفح الأنترنت لمدة غير محدودة التفعيل تلقائي مع تنوع باقة عروض ترواجي من موريتاني تصفح الأنترنت بكل حرية موريتاني أفضل خدمة جيسام في متناولك إذن أرجعنا للبرنامج يا أستاذة الغالية السؤال هون موجه لك من فيسبوك قالت لك السؤال موجه لك تقول الأستاذة التربي محمد قالت تحية لك وضيفتك وسوه لنا الضيفة لماذا ذهبوا إلى المخيم ليس لهم أقارب في موريتانيا واخير الحمد لله السلام أنت ما قستو مخيم لأسمعاتكم أقارب مو؟ نحن فينا ياسر ما عنده قارب وفينا ياسر عنده قارب غير انت بقاربات لاهي توجي جاي بهم عيال ما روش خصر لله والموريتان ما زال فيه إلا إرواحة انت تقولك قاربك وهلك هيش وغير محطيمك منهم سنوات من قطوع على قاربه هي غير الحقيقة لقايش جاي جاي بالمدة عيال وهي بعياله ولا عنده شي لا يساعدهم بها اليومية هلا هلا الحقيقة نختير نختير نطرحه أخير لا تتحمل الدولة به اللي الدولة لنا كاملة حق والله كذب وثانيا الحمد لله رئيسنا قال إنه هو رئيس الفقراء وصر بعد حقيقية وشفناه معاملته معاملته الفقراء دوره هي ثمتاك من قريب هي شفناه بعد معاملته الفقراء زينا جابهم وعدلهم مخيم وعدل يقسم اليوم ما أخل شي خال قاسر مش شي قد يفوتوا ما قال الشي قد يفوتوا هاي الموال الحالات اللي أحطانا حد ما هم باشر مخيم ما قد يلحوهم حق والله كذب بليانا ساكنة فم فيه رائع بالنسبة لقضية مدرة كان ما زال فمشم الموريتاني مع الكفار فم الله فم ايه وسط فرقاش الكفار لا زال الباقي منهم باقين لا في الولايات المسلمين ولايات الكفار ما فيهم حق ما زالوا الموريتاني ساكن في ولايات المسلمين حق بعد غير بلايات الجالة بلايات الشاجر ماذا يتاجر مكان يتاجر ومسكنون ما الحق بلايات الشو الحجر ويبيعه ايه رواية الحجر تركيب تقول حجر شنو انتم بعد قاعدت عن تعدله شنو من باسة الدخار قاعدا قاعدوا احنا استفراك وانا اقول قسم وانا شو حجر شنو الحجر اللي رواية يجهروها يجهروها في الترابيه يجهر ليه عند بلاس معين التمع واذغرا بلاس الكفار ما هي بلاس المسلمين في بلاسة الكفار و بلاسة المسلمين بلاسة المسلمين فيهم أحدهم عندهم؟ حتى عندهم حجر الله حجر شنو حجر ماس حجر كريم ماس ماس هو الحجر و تم تحفر عنه نين تجبرو؟ يحفر عنه الكور تقبلهم تخلصهم و تعود رافد تعود ترفد سرجهم تتوكلهم وتشريهم الماتريير يمشي يحفروا يجبر الحجر يجيبوها لك تشريهم عند الكفار يهي الحجر يبيع الكفار هم اللي يجيبوها لك يقيل انت عمالك و بسرفيهم قيل انتم اللي تشريها من عندهم يقيل لا يشريها بشي ماهو خالك ياناك التوالي أصلا بسرفيهم تطيهم رافد سرجهم وعقب هات بياهتين الليول عندها كنحطه عن الشكل مطلوب تقدقات استقنع لغرها ولتين تفقرقها موريتاني كريك راقون مدرك كان موريتاني قطوا في موريتاني مجلسين في وسط فريقة عند الباسبور الجلسية وسط فريقة بالنسبة لسط فريقة ما شفت موريتاني ذوك هو مجلسين ماذا موريتاني قطوا الحق مرتبة معينة في الدولة كعاد وزير كعاد هي عينك الوظيفة الوظيفة كان موريتاني يشتغلفهم فالله في الدولة في وسط فريقة اها شفت الله شفت ماذا خايمة تجه كان طراعيهم قال شمنهم جهون أبوهم ينقال له حمودي والعثمان أقول له رايش سفير شوار قطر شوار قطر مشيتو سانترافريك ليه سفير صاري سفيرها والله تصلها شو قطر اللهي سنوات ليه وثناء الحرب شفر وشم اللي ترجع مزال حالا ليه مزال حالا ليه مزال حالا فمشين الكفار ولا نسبين مشي ذا الرئيس ذاك الكافر ولمشي ذا حق مال الله أول المشي بوزيزي وجاف الراحة ورشاوتو وضعك يشتغل فيهم يشتغل فيهم والله قطر قال الشيخنا من حمودي موريتان كريكر قال السلام عليكم مستاذي داران محيي ضيفك الحمدلله على السلام لضيفتك اسمام عبدالسلام وكل جالية موريتان العايدة من جاحيم وسط فريقة واحد لماذا لا تقوم التلفزي الموريتان بعمل مشروع تبرى كما فعلت مع المنتخب مزال كلام جميل يا زين الله موقنا اسمام مهو بيده وصفاتم وانا بعد يالتو لا يعدل يقد جو عدل انين يقرر انا ما نشايف انو قاعد يحل المشكلة حتى الى عدلنا بصيفة فردية بدأ انا مبادرة انا وش من الشباب وجمع ناركم شي من الفاضاء هذا اذروا لي يحل الازمة على المدى البعيد هذا يقد قاع يكفيكم شهر شهرين يقرر وبعدين اوه ذاك اوه ذاك اوه 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 قلى قصد اسماء سابق ذا اله حلو المصدر موضوع المواطن الموريتاني ما نتابع على أي مؤسسة حاولت نعطيهم رقمك تصل بك يا قرمهتم ما عرفت كان لك تعتيم مقصود والله كانهم فعلا مواطن في المصدر ماشينا حدو استاتفق علو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية تقييدة كان نسمع عبدالله والله معك داود بقى من رياض ماشاء الله ما نرتل ماشاء لك مبدأ تامبيري ماشاء الله إن شاء الله نتابعك مع الخط طبعا لا مشكلة خطوط مرحبوس يا داود بارك سلم لأل الوالدة والله بارك والله طبعا نحيي مدرنة نحيي بايزة اللي معك لكن نختار بعض السؤال عن اللي يسولها هما المدرنة ما هي المدرنة هما المدرنة جايين من وسط إفريقية هما المدرنة كانت في وسط الإفريقية كم عدد سنيني لعدلها في وسط الإفريقية والنقطة الثانية ما هي أنواع الوجبات ما هي أنواع الوجبات ما هي أنواع الوجبات والله لا تاكل الخبز الحافي يتاكل كل شيء أذناء الأزمة تفضل أزناء الأزمة أذناء الأزمة واضح 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 داود واضح كسكس والله عندنا كسكس وعندنا لقنام وعندنا البيت عندنا باطل حمل وعندنا كسكس وعندنا الحوت ومولي الكفار عندهم الخمسان وعندهم ذاك كامل يوكلوا يوكلوا خمسان والله الليلة وليس كتون يشوفون المسلم في العالم وقالت ويقولك عاد مايوكلوه المسلمين أطايا عادت إنهم إنهمت وقفاليون أطايا سوف الحمزينة عندك فإنهمن يقولك ومندراء كان الكفار يجوز من المسلمين والله جواز ما كان الكفار منا 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 المسلمين يزوجون قال لك خالد السيد فار قال السلام عليكم الله وبركاته وحييك أخي زيد وحيي طرفتك كريمة وقال له الحمد لله ورد السلام عليهم الصعوبات هو ما اللي داود هو يسوي اذناء لازم في الفندق لوكير مو خارج وياس من المر مو خارج عيشتكم مش كال؟ والله تم مفرركم الفندق لوكير الزي لا 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 اخبارنا من لوكير الزي الخبز معاه شوية من اللي بنا والله الخبز و الموتو موتو ام.. السيد محمد منتلا عقب إن عقبه تشكر done مودا عبد الرحمان فباطة في مشاركة فقط مشيتها لك طلعتينمérie رات جاتا لعود بالششفتن بعد التح ااااااا San Syaikh أحمد وłęبها تحية زيد الحمد الله.ل رسول السالم إلى حضر الوطن وسوله رأيه في الحكومة الموريتانية هل تراها قامت بواجبها? الحكومة الموريتانية عدتت ليها? والله حكومة الموريتانية عدتت اللي عليها والله عدلت حق عدلت حق منها واكن لا تنقذنا تشوف وضعنا في المخيم وتشوف وضع ايوك الشاشرة في المخيم اللي في الليل يجي منها موصف النهار الشمس لا يتذوبهم ولا خيام حامين حامين صفا مدرا كان الحكومة عدلت واجبا انا شخصيا ما كنت على اتصار مع اي جهات حكومية يقير شكر الجميع حكومة والله مدنيين والله شباب والله الشياب على رجوع اسماء اي حد شارك فيه ونتمنى الصراحة من الحكومة على انها تكمل جميلها بما انها رجعتهم وتوفر لهم ظروف كريمة للحياة خصوصا مودي في المدى البعيد ما هو المخيم والوجبات عيسر فالقال شكرا خيزايد على التقدم العفوه الكثار مرة وراني محيي كنتم محيي ضريفتكم دورك تصداف النديم التقي المختب بدري السلام عليكم وضعي فاسولة يكان جيش الفرنسي والجيوش الافريقية الاخرى يكان الله اللي عنها وعنهم لا يحلوا مشكلة وسط افريقيا والله لا يعقدوها بالنسبة لي اعنا في اللي يظهر انهم الفرنسيين هم اللي يعقدوا الرواية اصلا هم اللي جابوها واللي هم الفريقيين ما هم واحد بالنسبة للكونغوليين والكامرونيين معهم كفاع اه اه ولوك اللي مع الكفاع يبقول الله والمفرقة على المسلمين بنسبة للبورنديين المهم مسلمين بورنديهم مسلمين بهم مسلمين وغير ذلك من المسلمين غير بعض المتعاطفين مع الجميع شبه منهم كاملين وما فماتيهم موليتانيين والله السنقاني والله ماليين في القوات الإفريقية القوات الإفريقية والله السودانيين والله ما شفتم هو يذكر الله هذو الله يقوله رائع قال لك موسى ناصر أخزايد شكرا لك ضيفتك وعندي سؤالة هل صحيح أنكم تعرضتم للتعذيب والله نحن الله ونحن كل شي قدروا كل شي نقدروا يكون هاي ذلك الحياة جميلة الله الله تبارك وتعالى ذلك البيض اللي حكمت فيها ما قطر حكم فيها موسلم ما هو قطع إليه ذلك المولي ما زال متواصل حالا محمد بلال ياسر قال شكرا لك مستاذ زيت تحية ضيفتكم الحمد الله على السلام وتبقية الملتنى العيدة من هناك أسألها ما هي أصعب اللحات التي مرت بها وإذا عاد السلام إلى جمهورية وسط أفريقها فهل تنوى الرجوع إليها؟ يليم يقترجع وسط أفريقها؟ واق رعدية ما قايت تقولي ما أحلى الرجوع إليم؟ صلتك اللي واق رعدية اللي مشيت عنها ما هي ناوي نرجع لها مهم لا راجعت المور كيف كانت؟ واق رعدية اللي قدت له نرجع لها بعد عشرين سنة لعد تحيي مالله إليم إن شاء الله تتوفر لك حياة كريمة هون مش بهرتك إن شاء رزاد قلت عندي سؤال سيدة اسمها مالهما تشتغل هون وتجر هون بدل عنها تنادي على الدولة ما هي لا يتسمعها قلتك عن الدولة لا بس ما تلونادي تحييون ولكن الحياة هون صعيب بيه اللي هون لا بد من نرجع لقدر عنده راس مال كبير هم ميرابتت قد حدي بتأسفه شوي راس مال كبير ويعودهم اللي عنده إمكانيات وأنا هون ما عندي شي رائع ولا عندي حد لا يساعدني وهكت إياه قد نبدأ بشوي لأني حتى هون قد يتبدأ بشوي؟ ما قد نبدأ به هون ما تروح ليه العار وهكت إياه أنا ساكنة في دولة الكوار الكوار ما بيني معاوش كفار كفار ولا بيني معاهم شي ولا في حد مركب فيه قاياك مثلنا كبير والله لا بداني نعدلها له ونقدر نعدلها مغيلي متمحفوغها زي تقول لأ اسماء الحمدلله على السلامة وتعبتنا معاها ورفدنا همها لكن الله رأى بعباده تحييال صفاء على جهود البذرة في سبيل اختنا اسماء وقول لهم من باب خرجه عن الصوت الشاعر وتصلح لله اسماء مغيلي متمحفوغ مشينا حد استأتفق مغيلي متمحفوغ يا مرحبت سيرتي معاك عبدالله الاحمد مرحبا استي عبدالله مرحبت بك اشفاك يا مرحبا زايد مداخلتين والله مداخلت ارف وباق اتفضل تثبت دائما انك لاعرم الله يخليك استعاد الله يخليك استعاد زي تحياتي لك كل حلقة ولا حلقة جبتنا عليناك مواطن مخلص الله يطول امرك الله يخليك ما احبت بك سيرتي ما احبت بك سيرتي ما احبت بك سيرتي الله يخليك الله يخليك اتفضل بنا وحنا تحت خدمتها اذا هل تعدل فيسقك لها المساعدين العظلوم عنهم مستعدين العظل معاك ايه مستعدين العظل معاك كل شيء حالة المسهول مش بيقش ووسائل مش بيقش ووسائل مش بيقش ومراكام لك يا خالقه نبره هون اسمعتها مفترين نقولها الان مساعدنا الزمن هاي رئيس وزراء الله وفارم الدولة عدلت يا ماتين قالهم يا اختي اسماء ماتين قالهم حالة يجي لنكاطة للحروف يقولوا معنا التركة عن الخالقهم الشنط وخالهم المامون ولا يجب روشي بسيذ لا طرق ولا تموجع بسيذ لا يتبع حالة يسند معاك يشجاري حالة مازال يكرعون درماضي الحمدلله الناس مشات عنه وصراقها وعاك 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 مذنم نجي لنكاطة للحروف ولا تتجامل ولا تتخيل ولا تتجامل ولا تتخيل حالة يطرح مهاسي يعرف انه كان عنده حيوان وكان عنده رضوه وكان عن كهة وكانت الناس صام عزي وقبيص صام عزي وعلياتهم طام حين لي وليوم ما عنده تودا ولا بضا يدير النكاطة للحروف كم يمكن تتساعدين للعلايا كم يمكن تتساعدين ملأزا كم يمكن تتساعدين مصحباتك اليوم ما عنده لا نكتفل بشو ي هذا حقك مولي ثاني من الريتاية يتساعن كامله اذا اللي سميشدد ابن عبدالله افراك والله والله قال لك عنك هذا حقك وعن الرئيس للعدل لا واجبه مناع عنك اتماعي قريبا فيك حد شيء سويسون وبمانك مواطنة موريتانية وذا حقك وعن نصرة المعلم في فيسبوك عن المستعدين وليساعدوك وعود معاك ذاك اللي يا الله شكرا من شك اسمها من درا كانت بماتيها دول الفريقية الاخرى كانك علما موريتاني شما سيضروفهم بماتي حسب لي بلغوك تأي تبشي لكاميرا في جالية مش جالية سابق الحرب والتانين قال الحقيقة في وصف الفريقي يكام المقدسين لأنه أصرها جالية مسالمة لأكلك مقولا في الكفار ي響 كاميرا ما لا أريتو الكفار كاميرا من في المسلمين يكفار في المسلمين الكفار أنو الأول حد يحكمها مسلم ونجرية vanuesto فى الكفار والا المسلمين في الكفار والمسلمين هلحت Northwestní ما Assist cz ... الكاميرون هي اللي يخبرها يا سيزير والكاميرا في جالية موريتانية والله في جالية موريتانية سبحان الله نورة الساجدة قاتلية القصر اسمه الشيخ احمد والله احمد دات راوى لقطعاد وزير واحد ممكن تقلام باب اضفر المعلومات كلي والقصر جاك حاكم هو الشيخ احمد والله احمد دات والقصر جاك اعطات المعلومات تبعا هو فيه اياك العدول راجل موذوق ادخوان زو اذا ماشي احد استاذ افق والسلام عليكم والسلام عليكم مرحبه مرحبه استيد بوه انا كما تعرف الاتحاد الفيسوكي نفس المعلوم نتقدم كما قال الرئيس والله احمد داتان نقول لخواسس انتين قاعد معنا على ان الاتحاد عنه تحت شربهم وقت اللي بغاوا واليوم اللي بغاوا والساعة اللي بغاوا والجوا فيهم عنا كون اتحاد المجتمعين كون اتحاد اتحاد الفيسبوكين نصرة المظلوم عنا جاهزين بي وقت جاهزين هاي خدمة انقدموها لنصرة المظلوم كما شعاء ما يثبتها ان شاء الله ونجد وجودنا الشرب وتحت تصرفهم لما انا شوكر كما قالك صحيح رئيس عبدالله ولحمد عن الدولة عن المواطن حقا كل شي من الدولة معا الدولة لاعزلتش المواطن ما تقرن فيه فيما قاتتك الاختة عنها تشكر رئيس هذا واختوه الكريم هذا واجب الرئيس واجب الدولة الدولة مدورة لايش داخل متل مواطن ومدورة لذا المواطن الان تكيب زي بلاصة شرود الدولة هنا تحميه وغيابها يعني غياب الدولة وبحضورها يعني حضور الدولة وقطعا اختيروا الدولة ثم دائما حاضرة للنوع من المواقف اللي يوقع وللنوع من اللحدات في الحقيقة اللي دخلت في الدولة وهذا قطعا يذكر فيجل شكادي عادة الرئيس محمد عبد السبيل الجردة دخلتها من عرفان المولي نتأكد عما زالوا فيما فيها ياسم الموليكان يعانوا من هذا الغرضة ويعانوا فيما فيها من هاو الدول اللي في الحقيقة اصلحت الان مهدد بالحروب واصلحت الان مهدد بالمعارك وما الى ذلك وطالبين الدولة لا المزيد وهذا قطعا واجبها وتحياتي لاخل ذلك شكرا جزيلا توفيق مشي لحد عليكم عليكم السلام يا مرحبا مرحبت بك سيتي شكرا هادي دخل الاخرربي عبدالي تالي مبنة مهم بسيك البرنامج كويته مهم كيف ما قالوا الاخوار ان الدولة على واجبها مع الله قاعدت عادي خلقه وكانت عادي تمشي الجيش قاع قاع حتى ياك يقاتل الكفار لا تحتي ياك يحمي الواطنين دورة غزو جديدة هاي دورة ها الدورة ما تحمي الواطنين هاي دورة لاك حق غيرك الدورة تعدىش الحماية مهماتم هونتي قاعدي في الماكسطم هوني صارك مهنك محمي زايد حميد المولانا شليا حمي الواطنين زايد حميد المولانا الحمدلله قاعد وطنك هامر هاي روح تريالك مهم كيف ما قلت لك وات ونختار النبه على الارواية عن هاذو الاخوة دي كانوا شر افريق شر وطط افريقات والله شر يزهر على الاموم عن هم دائما واحد يمشي مدى 10 سنوات العشرين السنة الحمدلله يشطر وناسي موريكان وناسي كل شو مترحمة وفجأة انت من يتخذ قدر وايج هون يقول لك الدورة تعددنا وتعددنا وانت الحمدلله فوتك انت هنا ناسي بردك معناها لانك ينترجع هون اذا تطلع لانك يترد لك مدى الدورة ثرواتك وترد لك عنك الحمدلله ترد لك ترد لك هيك تاكل كانت عندك انت يترجع لبردك امن انت يستخر افضل من السفر وشطر ومدمج الحياة والله مالي تفكى دائما احد مالي يقدر هزر شور دول اخرى اخر مدري هزر نشور دول اخرى مزيحة رائع جدا شكرا جزيرة مرشي لحد استاذ توفيق مرحبتي مرحبتي تحييي التقدير مرحب استاذ نورا مرحب استاذ نورا مرحب استاذ نورا انا صنعت لك استاذي تحيياتي للسماء الحمدلله على العودة تحيياتي لك مرحب مرحب استاذ حسن وانحيي بايث اسماء لقد قال ان كان شباب مضطع مع اسماحي وغطانه كان عطشان يقول لقد قال ومحمد الله اللي إشاءت بعدي بما أننا ما عارف لكننا كتشمنا في الليل نتكون نطفوا غاين أو نطفوا رقود ما أننا عارفين السيفة دول اللي بحقيقة من كانت من الليل اللي تفرفت لكي بيها وحليت لديده كما قطعنا نسمعين في الليل عند المصابقة كتشمنا رقوها وقطعني كديده كانت ذلك الكلام اللي كانت معاك التأخب شباب يقال كانت ذلك الكلام كان قطعن له الحقيقة ما هو عرفه السيفة اللي فيها كانت قربوا يقفزوا من المكان ديهم هالرألم اللي وقع لهاي المستكليمة وقطعنا كانت متخبئة معاك عارفينه وشنو لا يصع لا يستودها هي ليش لا يستودها نفس اللقتي اللي هي الترفيسة اللي فيها ولكن اللقتي كانت لأنه كانت ذلك 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 حسيني كانت ذلك ذلك ضعاء اللي والله من المجمز ذلك اللي هي هيا باقني هيا باقص صراحة باق وزيعة ونختارها توصف ان اي حد اتعطوا معها حكم انها وكان يبلغ عنها اللي الحمدلله جاتها الناس الحمدلله والصيح اللي خش كبير فندق هي شتكين هي ومن دراه كانها كانت لا يتكسل والله كانت تكتصارت البداية الحلقة والله انا هي حكمني بداية الحلقة شوية فات مينة وداك كاما اردت بداية الحلقة هيا اكبار لاتتكتال هيا اكبار ايوه ومن دراه لك شون هما الان اللي قارب هما الدورية عليكم ولي قالتو لاتكم وملي صبح الثالث ان شاء الله الحسن صبح الثالث شكرا ايوه واني بعد انحييك قال لك فاضلي السيدية قال اسول هالي ابشع صورة شافة تشهي ابشع مش هد شفتي الكفاريات ما يتباركم على الهات المسلمين لا يكتلوهما لا يكتلوهما لا يكتلوهما لا يكتل لا يكتل ما قابت شفنا ذاك فر الكفار ما يقدروا ما هو يكتلوهما لا لا يكتلوهما اه قالتلك التربية قالت تحياتي لكم لا تعولوا كثيرا عن الدولة طابة غرف الجالية الليبية والجالية القادمة مساحة العزم المفروض ان تكونوا امنتم مستقبلكم في السنوات الرخاوة اتمنى لكم الخير والبعض قلتم ما قابت تحطي تشمل بالله كساعة مزيتهم ما قابت تجارتك وهذا ما قابت تخممت عنك تعدريشين ومدن الله تشوط سابق جيب اه الهام نصر مهام تكراك زين دلال قادت شما اسي سوى اللي ضيفتك يكانها ضارك ترقيد مرتاحة وراضي الحرب لا اله الا الله البارح انا تعرف لي تقريبا قاع ضع لالي والله اكما رقت اسبابها السفاة والشاكل اسبابها اللالين يجو الكارتشي عود فيها الاخبيط يجي الكفار اه 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 وفيها الاخبيط عود ماتيك باني الرقاء ايو كنت نرقيت تركاتي لي سابقنا مشوية ثلاثة يا مضابعة ما رقيت بانو الاخبيط قريب منه وكتلوا مولي مرأة هم مسلمة قد لاحظة الوتيلة اللاه قدامنا والتشادي ثاني الكامل اللاه قدام الوتيلة وقادلك الاخبيط مواصل وحاكمين الطريق وحاكمين الطريق اللهم انهارات قدتلك في الليل ما نرقيت تخيل لي وقلها وقدو قاعد اخلي الوتيلة بسم الله اللي هالوتيلة دائما يصقروا وعمالها يصقروا قدوا يرصوا قاعد الحق وقدوا واحد من هم اللي يجي يكري بيت من الوتيل وقدرقوا كفرق كل شي جي تخمانه كل شي جي تخمانه يثرت يا مال رابعة مار الرابعة قيامت جاية ونجيتوم بي حق دراجة في اليرها اللي ليل تمشيه مار قلته صباح 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 تسلمت جيني ويامني جيت هون قرأيه يتخلطو وغالك حال بتكلم معاك وقال بغني شي كي تزنى قلل البارح جاب لي تصلي حب الرقات رقلتي شوي الحمد لله سابق ذو ما كنت في قاعد كنت تكلم ايو الرقاح لي خرش رقاش كله ثني بيه متن وغالك حال قال لي قير قلت لباس بيه اللي البارح كله رقاش عندك هنين ليه خرش رقاش بيه صوش كله هادة ثنين بيه متن يرها وغالك رقلتي والليلة باس بيه اللي رقيت البارح دوره والساعتين والله ثلاثة وورا هالليلة مولي ما الحسين والله كنت تعباني غير ما قلت نرقيت كون بالحب بيه اللي جاي فبانقي نرقيت الله بحب الرقات بيه ذا اللي مبات من التخماء كوابيس تخماء الكفار نرقيت الله بالحب لا ينشر الحبوب نرقيت اذا اسمها هاد كاملة بغيت تعصل مثلا يساعدك والله هون رقم مشاهل لقاش انت عنه رقمك حق ستة واربعين ثماني وتسين سفر سبعة ثلاثين ها هو الرقم اللي اطفل جابك مبيلوناتيا قال عنه هو رقمه هاي والله والله قال عن هذا الرقم والله في راجل قالوا لي ما من تكنقاط التصلي وقال انه استعيد يساعدني لنجي واني نتصلي وكتشاكني هذا الرقم اللي حدي دوري ساعة تسمع الرقم تقدت الصفات تكتبها عندك ستة واربعين ثمانية وتسعين صفر سبعة ثلاثين صفر سبعة ثلاثين صفر سبعة ثلاثين من تغي كانك تعرفش من اللغة انت ما لك تعرف اللغة مومه وما لغة مجليزية فانت تعرفش من اللغة العنو اللغة هم هم نعرفها حق غير لا ما تخطى هم هم لا حد دولتهم نعرف اللغة الهوصة هذي حتى هيم مق هي والله هما هو صنجو هما ذوك صنترافريك اللغتون الرسمية نقالله صنجو اللغة المحلية ينقالله صنجو نعرفها غير يجب اللغة المحلية Ledkea هي اللغت الرسمية هم نينم الهوسة هي لوقتة رسميه عند نيجيريا يموليدي كان يعملين يعرفه حتى ونبتانها باهى ہے لوقت النجير لوقة الهوسة الهوسة كيف يقوله الهوسة، لوقه فصنا عدية أصوصىmissionً عن ذلك الميقانب 2002 جنده فراع في موسكو контрابكم يعني فراع فيفيبيسي وذكاهبة فراع من موسكو فراع يعني عندها فراع يعني في العالم قادم يعني ذاعبه ويروقت الخفار فيم اللقات المدخلات siamo لا لا للهوسات المسلمين هي يتكلموا بالوقتهم وفهم ياسر الناس يعرفها كيف الوقت يفلان هذا يفلان هذا ياسر قبيل قال لي يفلان في كل بلاده وياسر العلم يعرف الوقتهم رائع عبد الرحمن اللقمان قال والله ان حال المسلمين في العالم كله لمؤسف لا تكاد تجد دولة الا والمسلمين يعانون فيها حتى الدول الاسلامية قد استرد السبايا كل منهزمي ولم يبقى في الاسر غير اسرانها وما رأيت سياطة اللي دامية اللي رأيته عليها لحمة قتلانا يعقوب محمد قال السلم لله حتى سول عن تكاليف السفر شور وسط افريقيا كم عم موري تاني صايعها ولا هشي ولا هو وطن اخلاوة العسكريين يطين بظلما تكاليف السفر شور وسط افريقيا في الطائرة عادي عادي الناس اللي تجيسر كامره وتجيسه في الوطن عادي قيس كامره من اللي تدخل كامره وتدخلها والله تشان وغيرهاك متعيب بالنسبة للألعقاء فاك الرجالة دائما ياسر مع عنده الفوة تخلع بطريق الكامره من درها كان الكفار اللي فهمات يدخلوا بلايصر شرع للمسلمين وجبوهم منهم يعدوا الدشرة كانت اللي المسلمين وجبوهم الكفار هذا المسلمين بهم دونيين مكردهم موالهم مسلمين موالهم زادوا ما يدافعوا الرسهم نقطة للي قتلك اللي قولة المسلمين ذوي الحكم قالوا سيليكا ومسلمين ومنين جاءوا الفرنسيين قالوا إحنا جايين دائين ديا زارهم سيليكا وانتي بمتباركا وهي خطة مدبرة قبل السلاح من المسلمين وخلاو وطاوه لأنتي بلأكا وعاد المسلمين يقتلهم وما يجد يجعون عليهم فهم بذي طريقة أنتي بلأكا ما كانت تجد تظهر سلم يصاش المطلبة فن بيني بينك ولمسلمين ما عندهم سلاح ولا عندهم شي عندهم يغير انك بغض منهم قبل طفل الصعر اللي في تشور كاملة تشور كاملة سلاحكة كاملة ونقضى لنا السلاح والله اللي نقضى لنا السلاح يجو يقسموا الكاراتين بسكيت على الكفار ويقضون مسلمين معك بك يجربين هناك الكين في كوابيم كوابيس قخاشتينهم الكفار ونأعطنهم المسلمين قلهم اشرحنا معنا نصار حالا ما فيه وكيف يعطولين لو معنا نصارا وخاله نسلهم سلاح mantوا ما ينقضون Botton قلالكم لنا لا ينقض بلا احن يجا بيننا في كاراطين لا قلنا قلنا نعطي لنا لكول اللي شافه نصارعني الكفار يقضوا الاجتماعات مع المسلمين بكل وقت يقولون احنا ما كم اونجوا بمجعين لها كم تعبين معكم صرح والمسلمين رافضين انهم دي زر معوهم وسيلحوا سليك وسيلحوا انت بالاقة زين حد قال يعقوب محمد قال السلام لله حد تسول عن تك يوسف العبدالله زايد حياك الله شكراك تقوم بمسيار ضعيفتك محمد محمود تحيات رك زايد وشكراك البناجراء وجميع قول لدوتك الكريمة والأخت اسمع الحمد لله السلام وجميع المورتان العايد من دور التسطور تفريقيا أحمد أمين شكرا زايد للبرنامج الزين وندورك تستطع محمد عبدالله الموريتاني قال السلام عليكم اراني مندد بحق العالم الوطني اللي يقدمت عليه خوانه وعملاء وندد بعمل من خسيس اللي ضح وجل وارجو من تقرامات علم القصائد عمد الشهيد الاسلام صدام حسين المجيد وعاشت موريتاني وعاشت سوريا وعاشت العراق العظم وعاش البعث معاويك زافي تعييه كبيرة لك ورضايفتك اسمها والحمد لله السلام اللي اقتلت اغطينا اخبار لوك الموريتانيين اللي مازالوا مين اللي مازالوا موريتانيين مع الكفار مزالوا يا غير الله دشر المسلمين iclesiclesiclesicles مين كمه مت الموريتانيين الزوجات مع واحدات موسطervation افريقية حتى ما يزاوزواificación مع وسطena افريقية وتبارك الله دل ذو الوليات الرج Ps جاء أو كبير ام الده موسط الموسطفريقية كامروitiveمممسط الفريقية حكم ما كان تزوجينم موريتانيين والله وكفار والله مسلمين الآن الزوجوهم يمسلموهم وتهدي ويسموهم وحدي تقدر كانت اسم ينقل نيكول يتم ينقل لها الزهرة والله ينقل مريم يدامنهم ما خطريهم العلامة وفي المخيم هم فيهم نيكول وفيهم مع الله لا مات لها خارق ذاك الاسم نيكول اللي ينقل عشدتو والله الزهرة معنى ان اسم نيكول مات لها خارق حتى الكفار روسو ثم يقول لها الزهرة لان هي عدت مسلم تغيرت واغطها لا هي عدت مسلمة قطت تزوج مع واحدة كافرة كانت تشتغل شغلة كبيرة في الدولة والله مديرة والله وزيرة والله خارقة واحدة قالوا انه من ترائيس كانت قطت تزوجها واحد من الاقرار وشبهة الاه المريد ثانى اذك ساعة ما فتجيت ايه قديم ولا فيهم واحدة يشدوها بحالة موالفات فهم يشتغلو زين 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 والله لا يجاوزون قربعي اسر بعد يدخلوا الاسلام يدخلوا الاسلام محمد قال لك عدنان عبدالله يا الصحافة قالوا اسمها ترقدي قالت الوطنية عنها الهيام ما رقديت الحمدلله السلامة من تحمدي قالت زيد والله شاكرا كان برنامج الرائع محمد حامة قال السلام عليكم زيد تحييرك والدفة الكريمة نقول الحمدلله السلام وتمنى لتفق حياته مستقبلا عندي لها سؤال كيف يميزون بين المسلمين وغير ما عنهم سمر جميعا بسمعلي فاصلهم بين المسلمين وغيرهم قالوا باللباس لا باللباس وقالت شكرا استطافنا الشرف اجازي قدتنا الشرف الآلي تكتولران بحيك اخي زيد اعطار شكرا زيد بحيك ما الله يكون فعونها دورت اتشافت وعاشت ياسر من شما همونك وراجلها عند مولاي تنسى ذاك كامل ووطنها وصل لعنبي ناجي مولاي دريس ناجي قال ما السبب اللي جعلها تضل عالقة وهل عوضت السلطات عما فقدت من متاع منترا كان الدولة هون عوضتك عن ذاك ما فات ما فات وقالت قالك وهل كانت السلطات في مستوى التطلعات السلطات الموريتانية منترا كانها عدرتها كل اللي على الوجه لكم والله ما شاء الله بس ما شاء الله وبما لا تنصحين المغتربين في العالم من ابناء المغتربين اللي في العالم بتنصحين باشي لا نصحهم الله لانه اللي منهم مش برشي كامل لا يمشي الشروطن السابق يخلق الحرب والله شاء حتى اللي فامريكو في الصين في كل بلايدة في كل بلايدة ما يعرف اللي يترتب عليها حد قد محصول اليوم يطرح ووطنهم يعدلها يعدلها ويسرقاني قال السلامكو زيد حرقم التميز تحياتي وضعيفتك والحمدالله على السلامتها عبدالله الافضل لك الله يا اسماء ولنا وللمستضعفين جميعا قال ماشينا حد تفق علو علو كصاري سلام عليكم مرحبتي مغلبات حياك الله استيعي مرحبا استيعي مرحبتي بكم السلامتها اهه اتفضل دي من نظر اني جاة شما سي عندك انا جاة في المستور كانت تتوقع والله جاءت دونبن ناحية الزهار بعض ودونية تحتية ويأكش مضامن هل شكرا لك شكرا لك قال لك السنوات عن موريتان من ركام موريتان تغيرت وراك والله ما زادت بحالتي تغيرت وراك عندي تغيرت حتى شو تغير بيه تغير قلت على انها زاد وقدرهات وزادت عادت اكي اكي دولة داخلها رضواء وكل شي ما ورحمة موريتان ما كان بيه انا عايدي بيها من تقريبا الفين وهذا شو الله فيها واغنعش تغيرت حتى عندي الفين واضح ولله المالكش عنه قطع لا 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 الفين واضح هاي والله الي عايدي فيه الفين واضح قاع بالتأكيد مولي كتنة والله ما عرفت هكي الكتنة بق مشينا حد استاته يغيرت عندي السلام عليكم وعليكم السلام مرحبتي معك عبدالله مرحبا مرحبوستي عبدالله بينك معها سنتين ها السنتين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة واضح نختارها اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا 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 اشتركوا في القناة 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 فام امر انه هو موالي قد نتلاصلين نضغطوا على الدولة نضغطوا على حتى الجهات الدولية اللي حاولنا نضغطوا عليها ونذكره بقضيته هو ما يضع حق وراه مطالب الى واصلنا الضغوط والتحسيس بقضيته نقولوا لا نعقبه نفسه النتيجة فام موالي دارة كما نعرف كانك عالم بي زايد ينقالوا وليطنا مختفي موالي ايضا من هون من موريتان لفترة وصرتوا تحاول توصلوا لا عندهم اي ذكرة عن طريقة اختفاءه لا هو منين وهو اختفى هو يعدل وظيفته يعني على مسؤولية الدولة انها ترودرون انها تقدم له له اسباب مقنعة والله تحاول تجبره ومنين وتضمن عليه ذويه ان شاء الله يردهم كاملين سالمين وشاكرتكم مرة اخرى شكرا جزيلا أستاذ صفا وأستاذ اسماء الله ينقتطيكم بيات شارية ربما تحكي المأساة اللي بوسط افريقيا وهي المأساة الاندلس يقول ابو البقاء الراند يقول لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان هي الامور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته ازمان وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شان يمزق الدار حتما كل سابغة اذا نبت مشرفيات وخرصان وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ريزن والغمدان اين الملوك ذو التيجان من يمن وين منه اكاليل وتيجان وين ما شاده شداد في ارم وين ما ساسه في الفرس ساسان وين ما حازه قارون من ذهب وين عاد وشداد وقحطان اتى على الكل امر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كان من ملك ومن ملك كما حكي عن خيال الطيف وسنان دار الزمان على دارا وقاتله وأم كسرى فما آواه ايوان كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا سليمان فشائع الظهر انواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالاسلام سلوان ده الجزيرة أمر لا عزاء له هوا له أحد وانهدث أهلان وأصابها العين في الاسلام فارتزعت حتى خلت منه أقطار وبلدان فسلب لنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شان وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها العلب فياض وملان قواعد كنا عركان البلاد فما عسى البقاء وإذا لم تبقى عركان تبكي على الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلفي هيمان على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقص وصلبان حتى المحارب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترضي وهي عيدان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرى أوطان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان وحاملين سيوف الهند مرهبة كأنها في ظلام نقع نيران وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم رطبان كم يستغيذ بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله أخوان ألا نفوس أبات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغيان بالأمس كان ملوكا في منازلهم واليومهم في بلاد الكفر عبدان فلو تراهم حيارا لا دليل لهم عليهم من ذياب الذل لألوان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لها لك الأمر واستهوتك أحزان يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس اختلعت كأنما ياقوت ومرجان يقودها العجو للمكروه باكية للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران ولمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان إذا في نهاية الحق أشكر ضيفة الأستاذ أسمى عبد السلام شكرا أستاذ السلام على الجوبة شكرا على الصفاء على قطية الأدازي نقطير ومشي حد صرف مخيم شكرا على الشريف أحمد القنصر شكرا مولي الوزير الأول شكرا جميع موظفين موريتاني وجميع الشعب الموريتاني وشكرا البرنامج حتى وشكرا شكرا مريم المولا صفاء وشكرا تاكن تزايد شكرا جميع شكرا جزيلا وانا بدور طالب أن عبد العزيز عنه يدخل يكان يعظموا لانا عنه وانا نستعابة ونختيرهم يتغير وضعهم الحقيقة وتعلمي من ذاك تخالق لهم ما جعل حد شكرا جزيلا صفاء الشيخ واتحاد الفيسبوكيين ويدور وصفايسكي حطيهم صفحتي وتؤمر عنده عنده صفحين قال صفاء بلال تكتبوا بالعربية حد صفاء بلال بالعربية صفاء بلال بالعربية صفاء بلال بالعربية حدود ويقوموا بلال بالعربية حدود بلال بالعربية حدود صفاء بلال بالعربية حدود سهراتك 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 جهاز المعدلي سوايع الزاكي دي شنها ثرها ساعات الزاكي عرض معدلتو شنقيتل فيها اخمص سوايع وعشر سوايع واخمصة عشر ساعة وخمسة وعشرين ساعة للأسرة كاملة وللناس اللي تشتقل وكل حد يبقي يحدد استهلاكه الشهري اخمص سوايع تلفين بعدات وكم تعدى اخمص سوايع اللي عندك اثلاثة منها تلفني بيها على خطوط شنقيتل الكاملة وساعتين تلفني بيها على الشبكات الوطنية كاملة وهذا كامل عاقبته خمسين السمس اللابة اخمص تلف وميتين وقية للشهر ايوه لعتم دار عشر سوايع اعشر سوايع بتسع تلف وميتين وقية للشهر اخمصة عشر ساعة باظنا عشر الف وميتين وقية للشهر اعشر سوايع منها تلفني بيها على شنقيتل واخمص سوايع منها تلفني بيها على جميع الشبكات الوطنية ومع ذاك مية وخمسين السمس خمسة وشرين ساعة لأب واحد وشرين ألف وميتين وقية للشق أنا عندي موريتاني ما قد نستفاد من ساعة الزاكي أصلت قدي تستفاد منه وشنقيتل ما يمزمق أحد هاو السوايع يقد استفادونه من جميع مشتركي شنقيتل الزاكي وموريتاني شنقيتل صفري كمتالي توبنق ندقل شنقيتل بيجنتين بيب جفي جفي تيوالو جوكو قلانتو اللي نجيرو سباقات تنقيني قريني انقباري شنقيتل لك أنا قد